كورس كاب كط الاحتراف من الصفر راح تسألي وتقول ليش بالتحديد تطبيق كاب كط اولا لانه مجاني ثانيا لانه احترافي ثالثا لانه سريع ويشتغل على الجوال والكمبيوتر رابعا فيه كل الادوات اللي احتاجها كل منتج وصانه محتوى خامسا لانه واجهته سهلة وبسيطة سلسلة لانه مدعوم بادوات ذكا صناعة تطور في كل ابديث وتحديث جديد ايش تريد اكثر من كذا يا صديق العسل جيمة شبك المفضل وشغل جهازك وتابع معي اول حلقة من كورس كاب كط الاحترافي ويلا بينا نبدأ على بركة الله اليوم عندنا اول حلقة وهي كيفية تنزيل برنامج على نظام وندوز او على الماك وانا راح اترك لكم رابط الموقع في وصف الفيديو اول حلقة او كل الحلقات عشان تنزلونه طبعا راح نكتب في محرك البحث تنزيل للكمبيوتر من هنا تروح على كاب كات طبعا هذه الواجهة الرئيسية للموقع كاب كات راح تنزل للاسفل تلاقي رابط او التحميل من هذا المكان تطلب منه تحميل الان يقول لك جاري التحميل مباشر اذا عندك انت برنامج التحميل راح يبدأ بالتنزيل بهذا الطريقة اوكي ننتظر شوية بعد ما يحمل الان تم تنزيل التطبيق نفتح المجلد راح يفتح معك بهذا الشكل بعدها راح تنتظر على الويندوز عندك الان راح يبدأ تثبيت التطبيق طيب اصدقائي بعد ما انتهينا من تثبيت البرنامج راح تفتح الواجهة بهذا الطريقة من هنا بهذا الطريقة راح تفتح لك الواجهة بهذا الطريقة طبعا عندي ملفات وبروشكتات انا مشتغل عليها على البرنامج عشان فعلا خمسين في المية من شغلي على برنامج كوكاتلان وسهل وسريع وفيه ادوات كثيرة غير متوفرة في التطبيقات والبرنامج الثانية مثل اودي بيمير ومثل دافنشي ريزول لو يعطي الان راح تفتح لنا الواجهة الرئيسية اليوم راح نشرح الواجهة الرئيسية في هذا الحلقة راح نتعرف على الواجهة الرئيسية مع بعض وراح نشوف كيف اه الاقسام الرئيسية للواجهة طبعا راح تفتح لك الواجهة بهذا الشكل طبعا كلها باللغة الانجليزية بل بداية راح تخاف وبدقول اه هذا ايش التطبيق وايش الاشياء اللي انا ما يفهمانها وايش التقسيمات هذه احب اقول لك انه التطبيق هذا ابسط وافضل واجهة التطبيقات مرت عليه خلال اه مسيرتي في المونتاج والتحرير اول حاجة عندنا ثلاث اقسام للواجهة الرئيسية القسم الايمن هذا اللي راح تكون في الكيفريمات وفي القائمة التلوين الكولارس وقائمة الصوت وتعديل الصوت هذا القائمة من هنا اليمين وهنا راح يكون الفيديو اللي انت راح تشتغل عليه في هذا القسم والقسم اليساري هذا راح يكون في القسم هذا اللي هي الميديا الاشياء اللي انت تضيفها للمشروعك مثلا عندك ضفت صوت ضفت صورة ضفت اي شي راح يكون في هذا القسم وهنا قائمة الاوديو والتكست والإفكت وستيكرز وترانزليشن وفيلترز واجستمينت وطبعا من هنا من اسفل هنا خطة تايم لاين خطة تايم لاين راح يكون في الفيديو والاشياء اللي راح تشتغل عليها وراح تتظهر بشكل مباشر في الفيديو بهذا المكان تمام وعندك هنا ازرار راح نتعرف عليها كل مع بعض بهذا الحلقة كل القوائم هذه راح نتعرف عليها مع بعض في الحلقة اول حاجة نروح نجيب فيديو مثلا عندي اي فيديو انا شغال عليه خاص فيه مثلا فرضا هذا الفيديو اللي انا اه راح اشتغل عليه مثلا اول ما اسحبه اه كده سحب مباشر على التطبيق اذا ما اسحب معك مباشر تقدر تروح على هذا التطبيق من هنا اه مباشر تختار انت المكان اللي انت شغال عليه مثلا عندي هذا الفيديو تمام اسحبه كذا علىali بهذا الطريقة راح يظهر عندي مثل ما شفنا بعض هنا هذا القائمة راح تكون فيها الاشياء اللي انت راح تشتغل عليها وراح اه تكون جميع presidente المشاريع والاضافات والاشياء اللي انت تضيفتها من صوت ومن صورة ومن اه اشياء تشتغل عليها راح تكون في هذا المكان وتسحب اي شي تشتغلي تسحب مباشر على Track بهذا الطريقة تمام? راح يظهر عندك الفيديو بهذا المكان. آآ لانت راح تشترك طبعا تقدر تكبر الحجم شوي اذا شفت انت الحجم هذا صغير عليك. مباشر بهذا الشكل. آآ هنا التايم لاي مثل ما اتفقنا. طيب الان راح يشرح قائمة قائمة. الان الاحظ انه بعد ما دخلت الفيديو ظهرت عندي قائمة على اليمين. القائمة لو اضغط كليك يسار مباشر كذا راح تختفي. لو اضغط على الفيديو ضغطة يسار كليك سار راح تظهر عندي هذا القائمة. القائمة هذي ايش يعني? يعني راح يتم تطبيق اي شي فيها على الفيديو مباشرة. يعني لو اخفيت الفيديو بهذه الطريقة ما في شي ما يضغط على فيديو ولا على اي صورة لا. ولا على اي صورة اختفت عندي القائمة. راح يظهر عندي فقط آآ الخاص في الفيديو كم واشي من مسجل وآ خاص بالفيديو. انا ما اهمني هذا. اهمني الان ابدأ اتعرف على اهم قائمة في تطبيق القائمة اليومنا هذا تعتبر من اهم القوائم الموجودة في البرامج لانها تتحكم في اشياء كثيرة في الفيديو. فمثلا خلنا نكتم الصوت عشان ايش ما يسبب لي ازعاد اثناء التسجيل ويكون تزيل واضح. طيب طيب الان الفيديو. اول قائمة من القائمة اللي راح تكون على اليمينك الان هي الفيديو. الفيديو ايش يعني? الفيديو راح يتحكم هذا القائمة راح تتحكم في الخاص في الفيديو. وراح تتحكم في المود الخاص في الفيديو. وراح تتحكم في الاشياء كثيرة منها ازالة اه ازالة النويز وادوات الذكاء الصناعة الخاصة في الفيديو والموشن بلور. هذه راح نتعرف عليها كلها في الحلقات الجاية ان شاء الله. وراح اه نشوفها وحدة وحدة بطريقة بسيطة وسهلة. القائمة الثانية هي اوديو. اوديو راح تتحكم في الصوت الموجود داخل الفيديو. يعني انا عندي صوت هنا داخل الفيديو. اقدر اتحكم في الصوت بلفل الصوت مستوى الصوت. واقدر اضيف اه يعني تدرج بدخول الصوت وتدرج الخروج الصوت لاحظ معي من تحت. صار معي بهذا الشكل. لو اه اشيله راح يبدأ يروح يكون حاد. فهذا راح نتعرف بعد في قسم الصوت راح نتعرف عليها مع بعض. السبيد هو حركة الفيديو حركة الفيديو حركة الكيفريم نعرف من الفيديو كل فيديو يتكون من الكيفريمات الكيفريمات هذه اما ما تكون الفيديوهات مسجلها ثلاثين كيفريم اه مصور على ثلاثين كيفريم او مصور على ستين كيفريم او مصور على مئة وعشرين كيفريم فهذا تتحكم في الكيفريمات لو انا نقصتها في هذا الشكل راح الاحظ ان الفيديو صار بطيء لو ازيدها راح اراحظ ان الفيديو يكون سريع وهذا راح نتعرف عليها بعد في الحلقات الجاية. القسم الثامنة لنا القائمة اليمنى هي 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 تقدر تطبقها على اي شي وهذه راح نتعرف عليها بعد في القسم الجاي. عندنا قائمة اه هذه القائمة الخاصة في التلوين. هذه القائمة متكاملة تحتاج درس كامل عشان نفهم كيف نلون على تطبيق كوب كات كيف نشتغل ونطلع فيديو احترافي في التلوين. منها ثلاث قوائم رئيسية تابعة علي قائمة التلوين. نروح على اليمين هي هي هذه قائمة جديدة ظهرت في الفين واربع وعشرين في اخر اصدار مصدار كوب كات وهذه مهمة جدا وراح نتعرف عليها وكيف نستفيد منها في حلقة الذكاء الصناعي في تطبيق كوب كات ورجعين عليها ان شاء الله وراح نتعرف عليها مع بعض. طيب. الان انا خلصت من القائمة اليمنى القائمة اللي في الوسط. هذا القائمة الوسط اللي راح يظهر فيها الفيديو. طيب عندي تحت عندي ثلاث اه خيارات الخيار هذا يتحكم في مقاس الفيديو. مثلا عايز يكون مقاس ستعاشة على تسعة هو المقاس اللي راح يكون بهذا الشكل اللي هو مقاس اليوتيوب او مقاس اه اربعة على ثلاثة اللي راح يكون مربع تقريبا بهذا الشكل او مقاس اللي انت راح تشتغل عليه مثلا مقاس تسعة على ستعاش تلاحظوا انه صار معي تسعة على ستعاش يعني اه تتحكم في المقاسات من قائمة اه ريت الموجودة هنا لو تضغط رحية في في الماوس مباشر راح تظهر عندك هذه القائمة وهنا ترجع الفيديو على وضع اللي كان عليه وضعه الطبيعي عشان نرجع على وضع طبيعي نتحكم في خلنا نشوف الفيديو سكيل هذا الشكل لاحظ معاي تمام طيب هنا عندنا الكوستومايز الكوستومايزت اه الكوستومايزت هذه تتحكم في جودة الفيديو المعروضة حاليا يعني المعروضة حاليا على البرنامج هذه تتحكم فيها بما هذه القائمة وراح نجي تشرح ان شاء الله في الحلقة الجاي بصحة نتعرف على تقسيمات البرنامج عشان نفهم كيف نقدر نشتغل في الحلقات الجاية ونكون فهمنا واخذنا النظرة الشاملة لتطبيق كبكات وفهمنا ايش القائمة اللي رح تشتغل عليه في اليمين وايش القائمة اللي في الوسط طبعا هنا رح يظهر عندك مستوى الصوت وهنا الفيديو كم المدة اللي رح تكون في الفيديو هنا مثلا عندي الفيديو من اه اثنين واربعين ثانية هنا مدة الفيديو النهائية وهنا المدة اللي رح تكون موجودة عليها في حاليا على هذا الخط تمام وهنا تقدر من هنا تشغل الفيديو رح يشتغل معك الفيديو مباشرة تقدر توقف الفيديو من هذا المكان تمام طيبة تطفي الفيديو اللي انت شغال عليه من هذا القائمة تقدر طبعا من هذا القائمة تقدر تكبر الفيديو مباشرة تقدر تسوي على الفيديو وترجع الفيديو بهذا الطريقة ترجع وتكبر اه تسوي زوم على الفيديو ومن هذا من هذا القائمة تقدر تكبر الفيديو الشاشة كاملة بحيث انك تشوف الفيديو على طبيعته على كامل الشاشة فل الشاشة عشان اذا عندك تفاصيل او اشياء حاب تتعرف عليها تمام هذه الان فهمنا القائمة اليمنى والقائمة اللي في الوسط روح القائمة اليسرى القائمة اليسرى طبعا فيها اشياء مهمة مثل ما شرحت ببداية الحلقة عندنا القائمة الاولى وهي ميديا هي جميع عناصر اللي اضيفها هنا مثلا انا اضيف اكثر من عنصر مثلا لو راح اجيب مثلا اضيف اه عناصر كثيرة اضيفها بهذا الشكل من اصوات وايقونات واشياء فراح تنضاف كلها في هذا المكان تقدر تختار منها اي شي تريد وتنزلو على التايملين وتشتغل مباشرة تمام هذه القائمة الميديا راح يكون فيها الصوت والصور والاشياء اللي انت تضيفها في مشروعك الشغل عليه طيب الاوديو الاوديو هو يضيف لك اشياء واشياء موجودة جاهزة داخل التطبيق منها قائمة افكت ميوزك طبعا احنا ما استخدم الميوزك انا غالبا في اعمالي اميوزك الاشياء اللي انت راح تشتغل عليها اه ساود افكت الافكتات الجاهزة اللي هي مؤثرة صوتية من اه مؤثرات اه مؤثرات موشن مؤثرات انتقالات مؤثرات هذه كلها موجودة من قائمة الصوت والميوزك تمام وعندك اشياء كثيرة خاصة في القائمة مثل شخص يضحك شخص يبكي شخص اه صوت جرس اه صوت اه طبيعة صوت حصان كلها موجودة بهذا المكان وهذا الجميل في تطبيق كوكات انه يضيف لك اشياء جاهزة داخل التطبيق تشتغل عليها تمام بدون ما تثبت اي اضافات والكوبيرايت الكوبيرايت عبارة عن اشياء انت تشتغل عليها ورح ننتعرف عليها ان شاء الله في الحلقات الجاية وهذه البعد راح نتعرف عليه في الحلقات الجاية وهذا راح نتعرف عليه في الحلقات الجاية قائمة الثالثة من الجهة اليسرى تيكست هي الاشياء النصوص والتمبرت الجاهز الخاص في النصوص مثل عايز تضيف نص مباشر تسحب بهذا الشكل وضيف النص مباشرة راح يظهر عندك في الواجه بهذا الشكل. اضيف اي نص تكتب عليه. اهلا بكم مثلا. اهلا بكم بكورس كاب كات. اي حاجة احاب تكتب عليها بهذا المكان. راح تظهر عندك النصوص هنا. وراح تظهر عندك قائمة جديدة على اليمين خاصة في النص. والتحكم في النص مثلا تتحكم في النص من بولد مايل اه لون النص مثلا تريد تختار احمر بهذا الشكل. اه مثلا تختار كبير اه اذا كان لغة انجليزية تختار احرف كبير بهذا الشكل تريد احرف صغيرة. وهنا او اه ميديام عادي. وهنا تتحكم في حجم الخط بهذا الشكل. فيعطيك قائمة جديدة خاصة في النص. وراح تظهر لقوام اخرى جديدة خاص في ديزاين النص من لون واشكال على اليمين. طبعا هي كلها من قائمة النص اللي هي القائمة الثالثة من القائمة اليسرى. وهنا تتحكم في حجم ومكان النص. وهنا تتحكم في اه موقع النص يمين او يسار بشكل يعني غير يدوي. تتحكم في بشكل رقمي. وهنا المكان تتحكم في مكان النص. توزيع النص اذا كان عندك مثلا عدة نصوص واشياء عز تحول مكانها بشكل مرتب اول الفيديو او اخر الفيديو او يمين الفيديو او وسط الفيديو بهذا الشكل عشان تعرف مكانها بالضبط يعني تضغط هذا المكان رح يعطيكها اسفل وسط الفيديو عشان تعرف مكان الفيديو وهنا يعطيك المود والبناء مود تتحكم في وهنا يعطيك الاپا سيتي واdepth اللون لاحظ اللونiens وراح نجح لها بالتفصيل كلها في حلقة النصوص نشرحها بالكامل لكن بس الان اعطيكم نظرة عامة عشان نتعرف على كوب كات والواجهة الرئيسية عشان نكون جاهزين اه نشتغل في الحلقات الجاية مع بعض ونكون فهمنا قدر الامكان من المعلومات العامة عن تطبيق كوب كات هنا قائمة استيكارز هي قائمة جاهزة فيها كثير من استيكارات والجرافيكس الخاصة في الفيديو والمؤثرات البصرية تقدر تستخدمها في جميع اعمالك وبشكل مجاني وبشكل رائع وشرط استخدام ما لازم تكون منزلها قبل ولازم تكون متصل في الانترنت عشان تشتغل عندك قائمة الرابعة من القائمة رئيسية اليسرى هي قائمة وهذه مهمة جدا 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 القائمة فيها الكثير من التأثيرات البصرية والتأثيرات الجميلة للفيديوهات والمؤثرات من بلور واشياء كثيرة مهمة جدا راح نشتغل عليها ونشرحها في الفيديو الخاص فيها ان شاء الله ولو افتح كل قائمة لو تفتحها من اليسار راح تفتح لقائمة آآ ثانية مختلفة عن الاخرى تلاقي فيها جميع التأثيرات ويعطيك فيديو شرح تفصيلي كيف راح يكون تأثير هذا آآ التأثير على الفيديو الخاص فيك القائمة سادسة من آآ قائمة من القائمة اليسرى هي 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 الانتقالات بين الفيديوهات مثلا عندي فيديو من هنا حابة سوي انتقال لوا فتقدر تستخدم هذا القائمة وتستفيد منها وراح نجيها بعد في الحلقة خاصة فيها القائمة السابعة هي قائمة وهي قائمة وهي قائمة مهمة جدا وهي تغيير مود اللون الخاص في اللون الخاص في الفيديو مثلا عندك مود سينمائي مود طعام مود اكل مود شرب فانت تقدر تتحكم في هذا القائمة يعطيك يعني الكثير من المود الجاهز الخاص في التأثيرات الخاصة في الفيديوهات عشان تحصل على تأثيرات سينمائية تأثيرات رائعة جدا للفيديو اللي راح تشتغل عليه تأثيرات مثلا خاصة في الطعام تأثيرات خاصة في الاكل وهذه كلها راح نجي عليها بعض في الشرحة قائمة الاخيرة الثامنة هي قائمة هذه قائمة مهمة جدا وهي تعتبر من الاشياء الاحترافية داخل اي تطبيق خاص في المونتاج راح نجي على شرحها ان شاء الله ومن ضمنها راح نجي على شرحها بعدها ليضيف تأثيرات خارجية للجاهزة من مواقع وتشتغل عليها وتطبقها على تطبيق وهذا شيء وهذا شيء يعتبر الاحتراف الان خلصنا من شرح القائمة الاولى والقائمة اللي في الوسط والقائمة اليسرى بشكل سريع تمام وطبعا من فوق عندنا قائمة المينيو هي القائمة الرئيسية اللي خاصة في ضبط اعدادات البرنامج وهذه ما راح نحتم فيها كثيرا لانه ما راح نستخدمها غالبا الا للاشياء اللي اه تكون اثناء تعطيل البرنامج. وطبعا عندنا من فوق عشان ما ننسى من فوق هنا قائمة القائمة الخاصة باختصارات التطبيق وعنده القائمة اللي هي خاصة في توزيعات التطبيق مثلا تريدو راح يتغير عندك مود التطبيق نشوف مع بعض كيف راح يتغير هذا يصير في الوسط وآآ لو اختار هذا مثلا راح يتغير عندي التطبيق راح أشوف ألاحظ انه هذه صارت يمين. لو اختار مثلا راح أشوف كيف راح يكون معاي راح يبدأ يضيف لي والتحكم في لو ارجع عليها من جديد اقدر اضيفها مثلا فل اه سكرين لو لاحظة اذا خربت معي رجع ويندو بهذا الشكل لو خربت معي بس ارجع على يرجع ليها مثل ما كانت بهذا الشكل كلها هذه من فوق اه اذا خربت معك ببساطة فقط تضغط على ريستات راح ترجع معك الامور زي ما كانت تمام يكون حنا شرحنا من فوق كل القائمة الخاصة في تطبيق من القائمة العلوية اليمنى والقائمة اللي في الوسط من ضمنها هذه القائمة اللي راح تكون اه خاصة في جميع القوامة الخاصة في طبعا هذه قائمة خاصة في والاشياء الخاصة في الفيديو تظهر الالوان من هذا المكان تظهر اه الالوان ومستوى الالوان مثل الاخضر والاحمر والازرق هذه في قائمة الالوان راح نتعرف عليها الان ما راح تهمنا هنا الكواليتي الكواليتي مثلا الكواليتي عشان تظهر اه جودة الفيديو طيب قائمة الكواليتي وقائمة الالوان تقدر تتحكم فيها من هذا ما كانت تظهر لك من هذا مكان ما راح نتطلق لها. طيب الان شرحنا ثلاث قائمة رئيسية للعلوية. الان يجي من اسفل نشوف الادوات اللي راح نشتغل عليها ايش هي هذه الادوات. طبع عندنا هذا السهم من هنا. هذي يكبر لك مثلا عايز تكبر اكثر درجة عشان تشوفه في تفاصيل معينة داخل الفيديو. راح يظهر لك يا بذا الشكل وتصغيرها عشان تروح وتنتقل بحركة اسرع داخل الفيديو. الزرين هي دولة اليمين لازم تكون شغالين على طول عشان تقدر تشتغل وتعاين المشاهد باريحة تم الزر هذا عشان ايش? عشان انت لو كان عندك فيديو هين مقطعات لو ترجع بهذا الشكل عشان يقول لك انه الفيديو تم لصقه وما في فراغ بيناتهم لو قصت فيديو فيديو عشان لو تشيل الفيديو هذا مكان تشيله هنا عشان تعرف انه فعلا صار آآ ما في فراغ بين الفيديو هين عشان ما يكون فيه تقطيع. وهذا الزر عشان انت لو كان عندك فيديو بهذا المكان وهذا مكان بعدة فيديوهات وحاب بضغط الزر واحدة تجمعهم مع بعض وباشر فيجمع لك الفيديوهات مع بعض. طبعا عندنا هذا المكان هذا التسجيل الصوت مباشرة عندك صوت تسجل مباشرة داخل التطبيق. وهنا القائمة قائمة الكيفريمات. مثلا عايز نسوي كيفريم من هنا لهنا فيظهر لك قائمة الكيفريمات. عندنا القائمة اللي على اليسار هو قص الفيديو. عايز تقص جزء من الفيديو بهذا الشكل راح يقص لك جزء من الفيديو ببساطة. شوف لاحظ معي قص الفيديو. تمام? ببساطة. انت تقريبا مشتغلت على هذا الفيديو. او على هذا الفيديو. خلنا شوف. هذا الفيديو قص للفيديو. آآ ببساطة. هنا يعطيك للفيديو آآ مية وثلاثين خمسين واربعين درجة ينقل لك الفيديو بين درجات معينة. وهنا يقلب الفيديو مثلا على اليسار او على اليمين. وهنا يعكس لك حركة الفيديو. اذا لاحظ ان الفيديو مثلا عندك سيارة تمشي على اليمين. او عندك انتقال وشي يجي من اليسار اليمين فهو انا يعكس لك حركة الفيديو بهذا الشكل. هذا الشي راح نرعى عليه بشكل احتراف في اه في حلقة الكيفريم والتحريك على كابكات. لاحظ معي انه بدأ يعكس لي حركة الفيديو. راح استفيد طبعا من هذا الحركة باشياء كثيرة. لو رجعها راح يرجع على الفيديو حركته الطبيعية. تمام? ومن هنا راح تقدر تقسم اجزاء من الفيديو. وهذه ثبت حركة اه صورة معينة من الفيديو عشان تشتغلي. مثلا عندي هذه الصورة. اعيز اثبتها. مباشر اضغط عليه. واضغط سكرين راح ياخذ لي سكرين اه من الفيديو وثبتها. وهذه راح نيجي عليها بعد في الحلقات الجاية وعشان اه نعرف كيف نستفيد منها داخل المونتاج على كابكات. طبعا من هنا قائمة المسح اذا عايز تمسح عنصر. مباشر تظهر لقائمة البسح اللي هي سلة المهملات. تمسح جزء معين. شي ما عجبك. طبعا من هنا مهم جدا انك تعرف القوامة الثلاثة الرئيسية اللي راح تتشتغل عليها في كل فيديو اللي هي هذه الازرار الاربعة. ومن ضمنها هذه الازرار. ومن ضمنها هذه الازرار. طبعا الزر هذا يسمح لك انك تمسح من خط هذا الابيض. يمين. مباشر تمسح كل شيء يمين على الفيديو انتم الفيديو اللي انتم حدده. مثلا هذا الفيديو انتم حدده مباشر يمسح لك على اليمين كل شيء. مثلا محدد ثلاثة فيديوهات ما راح يمسح لك شيء. فقط يمسح من الجزء الابيض واليمين. فقط مباشر بهذا الشكل. ما راح يمسح لك الاجزاء الثانية من كل فيديو. فقط الجزء الموجود انتم حدده في مثلا هذا الخطة الابيض اللي هو خطة مباشر راح يمسح على يمينك كل شيء. مثلا اننا راح يمسح هذا الفيديو كله. المنطقة هذه كلها مسحها مباشر. اضغط على هذا الزر. راح يمسح ليها شايف. وهنا راح يجمع ليها لانو انا شغل التجميع. وهنا عكسها اليسار. راح يمسح له كل شي على اليسار بهذا الشكل. لكنها لاحظة يمسح كل شي على اليسار. ويرد اليجمع لك مباشر بهذا الشكل. مثلا عندي المنطقة هذي ماني عايزها مباشر. راح اقصها بهذا الشكل تمام? وهنا هذه المنطقة. هذي المت Laurent тебя راح يقص لك الفيديو الى جزئين هذا الشكل. يعني راح يبدأ يقصط الفيديو لجزئين منفصلين. يعني هذا الجزء منفصل وهذا الجزء منفصل. عشان ايش ممكن تشتغل عليهم. عشان الطفل اللي يضم الفيديو بهذا الشكل. تمام? عشان هذول راح تستخدمهم بكل فيديو آآ رئيسي في عمليات المونتاج وآآ اشياء الخاصة في المونتاج. طبعا هنا القائمة هاي ترجع الخطوات اللي انت اشتغلت عليه وهذه مهمة جدا اللي هي كونترول زد في اختصارها من تمام? ترجع اي خطوة انت آآ عايز اشتغلت على اي خطوة وعايز تتراجع عنها مثلا تلوين خاطئ قص خاطئ. مباشا تهجع بهذا الخطوات اللي وراء. تمام? عندك من هنا اليمين هنا قائمة اللي هي قائمة القص وقائمة الادخال اللي هي تدخل نص راح نجي وحدة وحدة. القائمة هذي الان شغال عليها هي قائمة انك تقدر تتحكم بجميع العناصر. القائمة هذه اللي خاصة في القص تمام? اقصم اقصة قصة قصة اشياء بسيطة جدا. القائمة هذي راح تدخل مثلا دخل عايز ادخل جزء من الفيديو على هذا الفيديو بهذا الشكل. او انقل جزء او قص جزء شوف لاحظ معي بهذا الشكل. او اليسار بهذا الشكل. انقلها على اليسار. تقدر تنقل اجزاء وتقص اجزاء مع بعض في الفيديو. طبعا عندنا من اسفل هنا قائمة هالقائمة طبعا هذه تقدر تتحكم فيها وترفعها لفوق. شوف اجزاء كثيرا من الفيديو وهذا الشكل فتظهر عندك هذه القائمة هينا اي عنصر تضيفه راح تيظهر لك زي القائمة. كل عنصر تضيفه في مكامعيا تظهر لك قائمة جديدة. مثلا اضفت هذا الفيديو اضفت هذا الفيديو تظهر لك قائمة جديدة. بهذا الشكل الجميع عناصر راح تكون بالترتيب ويتم تشغيل الاعلى ثم الاسفل ب هذا الشكل Kann aqui. داخل يشغل من اعلى ثم الاسفل بهذا الشكل بخط واحد يعني. راح يظهر طبعا اول شيء الاعلى من ثم الاسفل اذا كان فيه مود او شيء كما مثل ما نعرف يعني بعمليات المونتاج طبعا الان اه نقدر نقول انه تعرفنا على الواجهة الرئيسية في تطبيق كاب كات عشان ما اطول اكثر من كذا حياكم الله يا اهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني من كورس احترف تطبيق كاب كات اليوم وصلنا للحلقة الثانية اخذنا في حلقة الاولى شرح الواجهة اللي ما حضر الحلقة وما شابه حلقة يرجع للكورس في اه القناة ويتابع الحلقة الاولى لانها مهمة شرحنا فيها الواجهة الرئيسية وشرحنا التايم لاين وشرحنا الادوات والازرار الموجودة هنا عشان نفهم البرنامج وآلية العمل على البرنامج اليوم راح نبدأ نشرح بشكل عملي وندخل ونتعمق بتفاصيل وداخل التطبيق الان انا اه دخلت الفيديو هذا الفيديو انا فرضا هذا الفيديو شغال عليه مونتاج تمام الان راح تظهر عندي القائمة مثل ما شرحت اليوم راح ناخذ الكيفريم الكيفريم هو عدد الصور في الثانية الوحدة او فيه طيب الان هذا قائمة البيسك من قائمة البيسك راح تظهر عندي البوزوشن وراح تظهر عندي اه الاقسام الابليند وراح تظهر عندي قائمة المود تمام طيب الان انا عايز مثلا احرك جزء معين فوق الفيديو هذا مثلا ندخل الشعار البريمير ارفع فوق مثلا هذا الشكل الكيفريمس ستطبق على كل الاجزاء لان تطبق على الصور وفيديوهات وعلى النصوص وعلى اي عنصر عندك موجود داخل البرنامج نقدر نطبق علي نطبق على الصور اقدر نطبق على الفيديو نقدر نطبق�� على اي جزء وعلى اي نصف يا نصف اي نصف تطبق عليه مشكلة الآن انا عايز ان الصورة تنزل من الايقونة저كية البريميورية تنزل من اسفل الى الاعلى وبهذا الشكل بحيثني مثلا اشتر عند البرنامج اضغط على المسؤول عن الارتفاع والنزول راح اصحبها الى الاسفل عشان بديها تدخل مباشر من هنا. تمام? اضغط على المدة اللي احتاجها هنا. مثلا عايزا الحركة راح تبدأ من هنا. تمام? اضغط الكيفرية مباشر بهذا الشكل. اضغط ضغطة وحدة. راح يظهر عندي لون ازرق. شوف معي هذا الشكل السوداسي. يقول لك انه راح تبدأ الحركة من هنا. وين انا عايزها الحركة تنتهي. مثلا الى تقريبا ثانية واحدة. عشر ثواتين. تمام? الان ابدأ اسحبها من عند خيار ما تسحبها بالماوس. تضغط شفت عشان يكون الخط مستقيم بهذا الشكل. لو ضغطت بسألت راح تاخد يمين ويسار. او تضغط شفت راح تكون بشكل مستقيم تمام? هذا الخيار الاول عشان الحركة. الخيار الثاني تسحبها من خيارة البوزجيشة من هنا. تمام? اللي هو الاكس والواي. الواي هو يتحكم من الاعلى ولا الاسفل. الاكس ياخد يمين ويسار. لو اخذ الواي بهذا الشكل. راح لاحظ انها تبدأ ترتفع معا. تمام? شوف مع بعض. لكن هذا راح تاخد تكون بطيئة معك شوية. لو اسحبها الخيار الساحب موجود متوفر. لكن في البرامجة ساني متوفر الخيار اسرع. راح يكون بطيئة في هذا الشكل. تمام? ممكن انت تكتب الرقم. تنقص الرقم هتخلي. ميتين. تمام? هاتفو ميتين هذا الشكل. او تخلي مثلا خمسمية سالب خمسمية. حذر سافعة فوق. هادا الطريقة الثانية لتحريك العنصر. اول طريقة اللي اتفقنا مع بعض انه تسحبها بالالت والشبتر فعلي فوق. تمام? راح نشوف الحركة كيف صادت. شوف الحركة دخلت معاي. مباشر من اسفل الى الاعلى. هذي الكيف ريم للبوزيشن. مثلا عايز يدخل من يسار الى اليمين. نمسح او نخليها نفسها موجودة. نعطيك كيف ريم اخر. عشان ثبت الحركة يعني انا عايز اثبت الحركة بهذا المكان. تمام? وعايز ابدأ حركة جديدة. راح راح تحط كيف ريم موجود هنا ثابت لتثبيت الحركة. وكيف ريم جديد عشان تبدأ بها الحركة. واخذ العنصر برا بهذا الشكل. تمام? صغر شوي عشان ايش اي يكون واضح معي العنصر برا. هذا العنصر تمام? راح تبدأ الحركة. شوف لحظة الحركة بدأت من هنا. اتقلت من هنا. ثبتنا الحركة هنا. انتقل هنا. خرج بشكل مباشر تمام? عايزه يرجع بهذا الطريقة. زي ما اتفقنا مع بعض. اما تسحب بالماوس اما تسحب باليو. اجي باليو. طبعا اليو هي تتفاع. الان دور الاكس. الاكس مباشر تمام? اه نقص شوي راح تبدأ يرجع معي. بهذا الشكل. او تسحب بالماوس. لانه لو سحبه بهذه الطريقة راح تكون بطيئة. ممكن تعطيه ارقام بشكل رقمي مثلا تفرض الحركة راح تكون. خليها صفر. تقريبا صارت فيها الوسط وهذا الشكل. لو اشغل نشوف الحركة بصارت مع بعض. دخل من هنا. راح يمين. راح يساع. الواحد طبعا عندي سرعة في الحركة تقدر تتحكم في السرعة. مدى الكيفريم تمده يكون بطيئ. اذا ما ديت يكون بطيئ. بهذا الشكل. تمام? راح يكون بطيئ. لاحظ معي. من هنا صار سريع من هنا بطيئ وهنا سريع. هذا يعني ببساطة يعني انك تسوي كيفريم من اي عنصر بهذا الشكل تحرك كوي على الكاب كاتر. تطبيق كاب كاتر ببوساطة. الان انا عايز ايقون تشاتشي بتي. سوي له حركة يعني تلف حل نفسها. عندك طريقتين اما تروح على السهم هذا يعطيك هي السهم لاحظ من هنا. السهم هذا يعني يعطيك يقول انت اه اسهم تلف حل نفسها. تضغط الت. تبدأ تلف بهذا الشكل. تمام? هذا الخيار اولا تضغط الت. عشان يلف معك بنفس المكان. تشغل. لاحظ معي. تقدر تبطى الحركة بهذا الشكل. كل ما ما ديته اكتر كما بطى معك اكتر الحركة. بسيط جدا يعني الموضوع بسيط الان فهمنا حركة الروتيت. طيب كيف استفيد منها وكيف اجمع بحركة الحركة الروتيت. واسوي حركة حلوة. بسيط جدا. انا عايز الحركة تبدأ من هنا. اضيفها الان زي ما فهمنا بالبداية. تمام? البوزشن. خلي مثل يبدأ من هنا. اعطي بوزشن. خلي دخول. اكتر احتراف. بهذا الشكل. تمام? اعطيها بوزشن. عايز البوزشن يروح لاحظة ثواني هنا. يروح الثانيتين. الثانية واحدة سبعة ثانية سبعة ثانية وارفع على فوق. اضغط الت وشفت عشان يكون في الوسط لهذا الشكل. الان طبقنا البوزشن وروتيت مع بعض. تلاحظ معي شي اغل. بهذا الشكل. عايزة تكون اسرع يعني تدخل باسرع. اصغر شوية المدة خلا مسافة صغيرة بيناتهم. بين كل كيف ريم وكيف ريم. يا سلام. بسيط جدا يعني. بدأنا بالبعدين بدأنا بالروتيت بعدين نرجع لسكيل. لانه بسيط جدا يعني عبارة انه هو تكبير وتصغير يعني هو كبر بالموسم هذا الشكل او صغر. هو زي هذا الطريقة يعني كبر وصغر العنصر بس ما له اي تحكم ثاني فقط انه يصغر العنصر يكبره يعني يخفي العنصر صفر نهائيا هذا الشكل صفر يختفي نهائيا ويكبره لدرجة كبيرة بهذا الشكل. وهذا استفيد منها بأشياء كثيرة في الانتقالات وفي الاشياء الكثيرة على المنتاج تكبر وصغر عنصر معين بحيث تخفي وتسوي انتقالات في طيب كيف استفيد منها وكيف اشتغلها. اسوى الكيف ريم بس كيل بسيط جدا. اضغط ضغطة بسيطة هذا الشكل مثلا ايزان العنصر يدخل من هنا من دي دي. فهذا الشكل تمام بين يدي. بعدين نقدم شوية هنا خمسة طعش ثانية. خليها ستاعة يعني ثانيتين تمام. بعدين نكبرها بحجم اللي ريدوان هذا الشكل او هذا الشكل او هذا الشكل او هذا الحاجم تمام? راح الاحظ معاي انه بدأ من الصفر. اه تمام لو اصغر شوية اخلي مسافة قصيرة بين الكيف ريم وكيف ريم راح يكون اسرع. لاحظ زادت السرعة. مثلا عايز اتسوي انتقال واخفي العنصر هذا واظهر عنصر تاني. اكبر لدرجة كبيرة بحيث انه اخفي. كبر بهذا الشكل الاحظ انه اختفى العنصر مباشرة. واظهر عنصر تاني بهذا الشكل. يبدأ هذا الشكل قدر سوى انتقال يعني احتراف. طيب لو اطبق البوزيشن مع سكين راح يعطيني حركة جميلة جدا. كيف يعني? طيب. الان راح اسخلي دخول. راح تكون الحركة يكبر العزر يكبر ثم يصغر ويصل الى ايدي. تمام? هذه نستخدمها بعد في فيديوهات وفي المونتاج. شوف لاحظ 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 يكبر 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 بعدين راح اصغر هنا. تمام? اصغر مع البوزيشن. طيب? طيب انا عايز يدخل من هنا. اعطيه بوزيشن. وهذا الشكل. واصغر طبعا بسكيل شوية. هذا المكان. اسحبل هنا. الان ان عندي هذا البوزيشن وهذا السكيل وهذا السكيل. طيب. البوزيشن راح يبدأ من هنا. هذا مكان. بعدين يصغر. ابدأ الان. اضيف بوزيشن. تمام? بعدين نقدم. نقدم هنا. اضغط على العنصر. واسحب. يصل لهنا المنطقة. تمام? بعدين اجيب ارجع على وراء. خلال اشوف معنا. شوف الحركة. اصغر اكثر بسكيل. عشان ابيناها. خلي هنا. لاحظة حركة كيف? شوف الحركة الجميلة هذي. نستخدمها في الموشن غرافيك وفي المونتاج مثلا نضيف عمصر يدخل من تحت. لفوق الان طبقنا مع 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 عشان ايش? نفهم مع بعض كيف نستخدم في تطبيق بكل بساطة وسلاسة. ممتاز جدا. الان فهمنا والروتير. اللي هي الخاصة في الكي فريم. طيب انا عايز مسلا عنصر هذا يكون في الوسط بشكل مباشر. اتحكم في هذا العناصر الثلاثة الاربعة خمسة عناصر هذي تخليني اتحكم في العنصر يكون في الوسط او في اليسار او في الاعلى او في الوسط ينتصف او اسفل اسفل العنصر يسار او وسط بهذا الشكل هذا هذا وسط الفيديو مباشرة. بغض النظر عن العنصر انا كنت موجود وصف او لا. لكن هذا العنصر الان هو وسط الفيديو. عن مسافة من هنا لهنا هي نفس المسافة من هنا لهنا. اقدر اطبق مع النص. مباشر جيب نص مثلا. نقدر الان طبعا صديقائي نطبق على النص. وهذا النص. مباشر اقدر سولي من اسفل. تمام. انا عايز العنصر يبدأ من هنا. اوكي. يظهر عندي الشكل السوداسي. راح اسحب النصر فوق. هذا الشكل. تمام? شوف لاحظ مع بعض. الان اصدقائي راح ننتعرف على شيء مهم جدا وهو الانيميشن. الانيميشن طبعا راح تكون متصل بالانترنت. الشيء اللي يعني يعتبر شوي سلبي. انه في البرستات والاشياء الجاهزة تحتاج انك تتصل في الانترنت. يعني هي شكل تكون موجودة على التطبيق. من قائمة الانيميشن اروح على قائمة عندك ثلاث خيارات. الخيار الاول هو الان. الان يعني انت دخول الحركة. اثناء دخول الحركة فقط. خرج الحركة. هو يعطيك اه شيء جاهز يعني دخول وخروج للحركة. يعني مفصل لك الاشياء تفصيل رائع جدا. اعطيه ان. بهذا الشكل. راح يطلعك السهم هنا. بهذا الشكل السهم. راح تبدأ الحركة بشوف مع بعض. شغل شوف الحركة يا سلام. جميلة جدا جدا. يعني رائع جدا جدا. تبدأ الحركة بهذا الشكل. تقدر تتحكم في سرعة الحركة. وين تتحكم فيها يا مشعل? اتحكم فيها من هنا من الاسفل. لاحظ معي من هذا مكان. ارجع على نفس الانيميشن. راح يطلع عليك نفس الحركة من تحت. شوف نفس السهم هذا السهم. مدة الحركة دخول الحركة. مثلا اعيدها تكون بطيئة يعني مدة خمس ثوانية تتدخل. شوف صارت بطيئة جدا جدا جدا. لو اخففها وتكون سريعة. مثلا خمس الاجزاء من الثانية شوف. بسرعة صارت. لاحظ ان السهم معاك يقصر ويطول. لو كبرها لاحظ ان السهم راح يطول. لاحظ معاي. يطول يطول. لو صغيرها شوي من هنا. لاحظ معي ان السهم صار قصير يعني الحركة صارت قصيرة. اوت الان نضيف حركة عندك عدة حركات جاهزة للاوت مثلا في نفسها والضوط. مثلا انا عايزة تكون نفس الحركة. او خلو ناخد حركة ثانية مثلا انا عايزة الايقونة تنزل اسفل. اسفل سلايد اوب. هذي فوق يعني اسفل بهذا الشكل. راح تبدأ الحركة من هنا لان نهاية الايقونة. لو انا عايزة صغير الايقونة عايزة تدخل بسرعة وتتحكم فيها بهذا الشكل وتعطيه سلايد داون بهذا الشكل وتتحكم بالسرعة من هنا مثلا تكون بطيئة نفس ما اتفقنا. بطيئة بهذا الشكل يعني تنزل بطوء. لاحظ معاي. ممتاز جدا. هذا الحركات يعني تقدر نفس الطريقة تطبقهم على النص على الايقونات. مثلا عندي النص اللي قبل شوي لسميته. مثلا احذف معي نص احجب تيكست احجب نص جديد. ممتاز طيب. انا عايز اطبق نفس البريست على النص. نشوف يطبق معنا ولا لا? خلوا راح على قائمة راح تظهر معي نفس البريستات اللي شفناها مع بعض لكن بطريقة مختلفة. بشكل مختلف يعني يعطيك شكل نصوص واللي قبل شوية اللي شفناها ايش? اشكال للصور والفيديوهات. هذي تطبقها على الصور وعلى الفيديوهات. وهذه راح تظهر معك على شكل نصوص بهذه الطريقة لكن نفس انواع الحركة وبطرق مختلفة تماما واشكال كثيرة من الحركة هذي راح تسهل عليك الشغل والعمل بدلا انت ما تعطيش تشغل الكيفريم وهي كلها احترافية مثلا عندي هذا الشكل. هنزله. هضو داون لود وباشي راح تطبق الحركة. بس خلاني بعد الايقونة عشان ما تشوش علينا. هنزل تحت بهذا الشكل تمام. انا عايز الحركة تكون بهذا الشكل اللي شاهدنا مع بعض. شوفوا. انتم قلب الاحرف وبعد انترجاع الصر طبيعية. واقدر تحكم مثل ما اتفقنا مع بعض بالمدة والسرعة منها. خلانا شوف لاحظ معي كيف صارت. يا سلام. يعني حركة ضغط الزر واحد. طيب الاوت الاوت نفس عندك الان عدة اشياء. و اه نفس البرستات نفسها اكثر من الموجودة في الصور لو لاحظنا نروح على ايقونات نلاحظ انه كمية حركات محدودة للاوت يعني تقريبا بها ثمان حركات. تمام? لو ارجع على النص الاقي كمية كبيرة اكثر في الاوت من الموجودة على الموجودة على الصور والفيديوهات. وهذا شي جميل جدا انه نص غالبا نقدر نحن نتحكم فيه بسرعته ودخوله. فراح نعطينا شي احترافيا. مثلا ما عجبتنا هذا الحركة اخذ حركتان يعادي. لاحصها الاختفاء مع وميض شوية. اه يا سلام. احنا فقط نتحرف مع بعض على الواجهة والاشياء اللي نستخدمها. طيب نروح للمرحلة الثانية هي الجزء الثالث. الجزء الثالث طبعا من الانيميشن عندنا الكومبو. الكومبو يعني يعطيك حركة جاهزة للعناصر. زي هذا العناصر نشوف مع بعض. نضيف له حركة كومبو يعني جاهزة. تمام? كومبو مثلا اختر هذا الحركة اللي هي طبقها مباشرة راح يبدأ خروج ودخول. انا راح يختفي. يا سلام. يعني انت جاهز بدلا ما تروح تحط ان و اوت هاي يعطيك اشياء جاهزة. لو طبق هذا الاخيار الثاني. لاحظ لاحظ معاي الحركة السلسة والنعمة. بعدين تروح تطلع. يا سلام. لو طبق الثانية يعطيك عدة اشياء كثيرة من الحركات. لاحظ معاي. لاحظ معاي الجمالية. حتى يعطيك حركات ثلاثية الابعاد لاحظ معاي. شكل موبايل. اخر يعني الموبايل يفتل يعني يدور حل نفسه. طبعا هتقدر تضيف فيديو داخل الموبايل. طبعا تكبرها شوي. اجيب فيديو. ومثلا هذا الفيديو نفسه لانه شغال عليه. حاليا. تمام? اجيب بهذا الشكل. وارح على اختار ونضاف الفيديو بجوال. اجي الفيديو داخل الجوال. طبعا تقدر تتحكم بالحركة. خليه بطيئة جدا. عشان ثوان بهذا الشكل. لاحظ. ابدأ الان. اجيب الجوال بهذا الشكل. طبعا تقدر تتحكم في مقاس الجوال. تقص على الفيديو. خليه طولي بهذا الشكل. عشان يجي على الجوال. يعني شوفوا الابداع بس حنا الان نجرب مع بعض. لاحظ معي صار اكبر. نسحبه هنا. يعني بكل بساطة تقدر تتحكم وتصنع حركات احترافية. اضيف جاهز للنص. جاهز للنص. اخلي بدون حركة. عشان نلغى الحركة من هنا نتعلم انه نقدر نلغى الحركة حتى لو كانت مولودة مبدلها بحركة اخرى. اروح على اللوب. اللوب هو يعني جاهز حركة مستمرة. اختار هذا الاضاءة. اول زي الوهج. شوفوا معي صار وهج خلف الناس. يعطيك كمية كبيرة من البرستات اللي انت تستفيد منها. وفهمنا مع بعض اشياء اساسية على تطويق كبكت اللي هي الانيميشن. خذوكم معي في الحلقة الجاية راح يكون فيها اشياء عملية اكثر. اياكم الله يا اهلا وسهلا بكم. اليوم اصلنا تتبع الحركة. منين نجيبها او منين نصنعها. هذا الفيديو الاساسي اللي عندي. اذا اريد ان تطبق عليه لازم يكون عنصر جديد فوق الفيديو. لازم يكون فيديو هذا التراك موشن لو اضغط عليه ضبطة وحدة الانهم هي موجودة التراك موشن تمام؟ لو اضغط الفيديو قائمة Stonehener غير موجودة. اضغط العنصر راح تطمي عندي قائمة اللي هي تراك موشن تمام؟ اضغط على بالشكل. الان انا عايز انه اا اعيز الصورة هذه تتبع مثلا حركة اي دي هذا الشكل تمام? طيب كيف الطريقة. الطريقة بسيطة جدا. اضغط العنصر. مباشر اروح على الخيار اللي هو اسم مباشر هنا يطلع لك مربع اصفر. تدخل عليه. تدخل عليه الايقونة بهذا الشكل. الايقونة البريميير. بعدين اتحدد الايقونة اين راح يتحرك. نجيب المربع هذا مثلا عايزه على ايدي بهذا الشكل. تمام? عايز حركة ايدي تتبعها وتكون الايقونة معها تتحرك بهذا الشكل. تمام? مباشر تعطيه ببداية الحركة. وقف طبعا. ارجع وقف هنا. خلنا رجع العلامة. خليه هنا. تمام? ما تحرك الفيديو. ما تشغل الفيديو حتى تبدأ بالحركة. تخلي الايقونة في وسط المربع بهذا الشكل. بعدين ايش تعطيه? تعطيه ستارت. الان راح يبدأ يتتبع لك حركة اليد. شوف لاحظ معي. بدأ يتتبعها. يا سلام. يعني بكل بساطة سوينا حركة او طبعا راح تستنى شوية حتى يخلص. تمام? عشان هي الايقونة طبعا هي صغيرة انتهت لكن هو الفيديو خلاص. خلصت لنا شوية بس. احب معي الايقونة البريمير. الان راح تبدأها. شوف الحركة. يا سلام. احذف هذا الايقونة. اجيب ايقونة مثلا هذا. علامة الانذار. يعني عشان ما يظهر وجين. خليها فوق واجيب هذا الشكل. طبعا راح نستنى بالايام اللي جاي راح نشرح البلور وكيف نسوى البلور في الان اجيب بلور واغبش. لكن هلنا نتعلم على الايقونات والاشياء البسيطة. طيب. اتراك مش هروح اتراكينج. اجيب الاتراك راح تطع عندي هذه العلامة. بعدين نجيبها خضية فيها الوسط بهذا الشكل. تمام على وجهي. كبرها شوية. عشان تغطي. تغطي بس اه المنطقة اللي انا شغال فيها. سوى الزوم شوية عشان كبرها شوي. هذا الشكل. طيب. اوكي. الان صغر شوية. اعطيها الان يا شباب ركزوا معي شوي. اعطيه ستارت. الان راح يبدأ. تبدأ الحركة من انت وين وضعتها. شوف لاحظ معي وجهي ما ظهر. راح يبدأ يتتبع وجهي. ما راح يظهر وجهي نهائي. حتى تنتهى الايقونة. لو اضيف الايقونة من الاول الاخر راح يظل يتتبع وجهي وما راح تظهر نهائي. خلنا استنى حتى ينتهي بس انتهى الان. شوف الان لو امد الايقونة. يلقيون اسحابه مثلا اسفل. وخلي من الاول الى النهاية راح يلاحظ ان الايقونة تبدأ تشتغل على وجهي من البداية حتى النهاية لانه هو تتبع الحركة ببداية الفيديو حتى نهاية الفيديو لاحظ. شوف. ما راح اظهر نهائيا. وطبعا اقدر اتحكم في حقها. بحيث انه ايش اقلل الشفافية حقه في هذا الشكل. لاحظ. مثلا عايز يظهر شوية من وجهي. هذا الشكل. لاحظ حركة اقدر اخفي العنصر هذي بس عشان اركز على العنصر الان اشتغلت عليه لاحظ. التراكمش الان يعني بدأ يتتبع لي حركة وجهي بكل بساطة. طيب اصدقاء المرحلة الثالثة من حلقتنا لهذا اليوم هي مرحلة صورت هذا الفيديو على الطاولة عندي. لاحظ معي عندي الان حركة اهتزازية. انا طبعا انت عمد تسويه عشان شوف كيف راح نقدر نتخلص من هذا الحركة اهتزازية في الكاميرا. اه خيار عشان تطلعوا تروح البيسك. من البيسك تنزل اسفل اخر شي تلاقي هذا الخيار الاسمه آآ تضغط عليه بهذا الشكل. راح يتم تفعل مباشرة على الفيديو اللي انت محدد ولاحظ معين وبدأ يشتغل ويطبق على طبعا عندنا ثالث خيارة. الخيارة الثالثة هذه الخيارة الاول هو يقول لك مستحسن. اي مستحسن انك تختار هذا اختيار عشان ما يأثر على الفيديو ويقص من اجزاء من المقاس الفيديو. اللي هو آآ يقول لك اختار هذا الخيار اللي هو مستحسن. الخيار الثاني اللي هو من يوم. الخيار انه يقص اه تسمح له انه يقص اجزاء من الفيديو. الخيار الاخير يقول لك انه اه الاقصى حد من الاستقرار او اكثر استقرار للفيديو امنع للاهتزاز الاقصى حد. فانا راح نشوف الثلاث اه خيارات مع بعض. الان اخترت اول خيار وهو ونشوف ايش راح يعطيني هذا الخيار. جاري تطبيق طبعا على الفيديو ونشوف ايش النتيجة مع بعض. طبعا هذا آآ اشي يعني يعتبر درجة من الاشياء الاحترافية المولودة على هذا التطبيق انه يضيف لك هذا خاصه. طيب. الان لاحظ معي خلنا نشغل من البداية. لاحظ نخفف الاحتزاز للدرجة كبيرة. لو انسخ. والسق نفس الفيديو. واشيب عنه التأثير. شوف الفيديو والان مشغل على التأثير. طفي عنه التأثير. نشغل ونشوف الاحتزاز مع بعض. لاحظ معي كمية احتزازة كبيرة جدا جدا. طيب. اروح الفيديو اللي اسفل اسفل مطبق عليه. هذا موجود عني شوف. خلنا نشغل من بداية الفيديو. لاحظ انه. لاحظ معي الفيديو صار انعم وقضى لي بشكل كبير بنسبة آآ ثلاثين الى اربعين في المية الخمسين في المية من الاهتزاز الموجود. لو اروح الخيار اللي هو مينيوم كات. اي قص اللي جزء من الفيديو وشي الاهتزاز. شوف. صار احتزاز اكثر. طيب. لو رح الخيار اللي بعده هو اي اكثر استقرار. لاحظ انه نقص جزء من الفيديو. لاحظ معي انه الجزء الثاني لو اشيل ارجع على لاحظ معي انه نحافظ على اجزاء من الفيديو. هو فكرة انه ايش? يقص اجزاء من الفيديو ومددها عشان ايش يتبتلك العنصر الداخل ويخلى الاحتزاز مولود على الاجزاء الخارجية الممدودة. لاحظ معي اللي انا اخترته. اه خلالي الفيديو او الصورة مي مقصوصة. لو راح على يعني اكثر استقرار راح يضطر انه يقص جزء من الفيديو بهذا الشكل. مثلا اذا عندك عناصر تريد تحفظ داخل الفيديو ما راح تقدر تختار هذا الخيار. اذا تريد تختار تحفظ جميع العناصر مولودة في الفيديو. تختار. خلو راح نختار نشوف ايش يعطينا نتيجة. شوف قص جزء من الفيديو. ونشغل نشوف الجزء كيف راح يكون الاحتزاز. لو اشوفه الان الاساسي بدون اي تأثير. لاحظ معي كمية الاحتزاز الموجودة. لو اروح ارجع الاساسي اللي حطيت عليه. لاحظ معي. صار الاحتزاز قليل جدا جدا. وهذه فكرة بشكل عام. الان نروح على اخر فقرة من درسي اليوم هي فقرة حركة الكاميرا السريعة. اه وكيف تحكم فيه في كي الفريمات والفيديو وكيف نستفيد منها. طيب. الان عندي هذا الفيديو انا صورته اه لاحد الجهات تمام? مباشر لاحظ انه عندي بداية التصوير. اه راح ابدأ الان. ابدأ من هنا الحركة. طيب الان راح اسوي حركة اه سريعة. اللي طبعا عندي عشان اعرف انه كم الفيديو مصور على كم كيفريم لازم تعرف انه بالنسبة لسلوموشن لازم تعرف كم كيفريم مصور عندك الفيديو عشان تقدر تسوي سلوموشن عشان ما استر فيه تقطيع في الفيديو. لكن بالنسبة للحركة السريعة ما يأثر كم كان مصور على كيفريم سواء ثلاثين كيفريم او ستين كيفريم وبغض النظر ان الشي هذا كل ما كان الفيديو مصور على كيفريمات عالية ستين كيفريم فما فوق كان افضل في سلوموشن وسبيد موشن. طيب عشان ما يكون فيه تقطيع في الفيديو وبيكس طيب. الان ان عندي حركة هذه اللاحظة معي بطيئة جدا انه شغل بطيئة. اسوي سبيد اه موشن حركة سريعة. اروح على خيار من هنا. نلاحظ معي ان يطلع معي خيار اسمه اه السرعة او الوقت او خط زمني الخاص في الفيديو. لو الاحظ الان لو ازيد بهذا الشكل راح الاحظ انه الفيديو يصير يعني صغير يقل معي حجم الفيديو اي يصير سريع جدا. لو اشغل الان شوف السرعة كم. صار اسرعة من اول. اشغلها اسرع. هذا الشكل. مباشر. يعني هاد اللقطة نسميها سبيد موشن حركة سريعة. هادة تستخدم في الاشياء انك تصور شيء مستقيم مو دائل ازي كده. لكن بشكل عام لا استخدمت بهذا الحركة وطبطت باشياء كثيرة وطعت من حركة سرسة جدا الان نشوفها مع بعض في الفيديو. طيب. لاحظ. صارت حركة سريعة يضرب كأنه يفت في الجهاز بعدها تتعطيك اه حركة حلوة اذا كان فيه انتقال بعدها سلو موشن. لاحظ. مباشر. وصل هذه المرحلة الان كيف استفيدها بالنسبة سبيد موشن. هاي حركة سريعة. الان سويت انا حركة سريعة. الان بعد الفقرة هذي اقدر اسوي ايش? سلو موشن. حركة او انتقال بطيء يعني يجي الفيديو الاول سريع بعدها يجي بطيء عشان ايش يعطيني فرق الحركة ويعطيني شيء احتراف في المونتاج. طيب اجيب الحركة البطيئة اللي بعدها. بهذا الشكل اقص جزء من هنا. مصور على ستين كيفريم تمام? انا عم صوره على ستين كيفريم. لو اخليه بس فقط اخففها بهذا الشكل اخليه الى خمسة في المية اكس تمام? مباشر هنا يعطيك آآ سلو موشن تضغط عليها عشان يعطيك حركة اكثر آآ اكثر آآ نعومة. نلاحظ انه بدأ يطبقها. هذا طبعا هذا الخيار موجود في الاصدارة الاخيرة من تطبيق كاب كات. لاحظ صار معيني الحركة ناعمة جدا. طيب الان راح اطبقها مع الحركة الثانية. الحركة هي صارت سريعة لاحظة. بعدين صارت حركة بطيئة. بهذا الشكل احنا نستفيد من سلو موشن. الافكار تقدر تطبقها على اي برنان موشن تطبقها على كاب كات. بس لك انا اشرح ادوات كاب كات. طيب اصدقائل تعلمنا مع بعض كيف نسوي سلو موشن و سبيد موشن بشكل يدوي. الان راح اعلمكم طريقة تسوونها بشكل اوتوماتيكي من خلال برستات جاهزة داخل كاب كات. مباشرة اضغط الفيديو اللي عايز اطبق عليه السبيد موشن او سلو موشن. واروح على السبيد. من السبيد اروح على شي اسمه كيرف. من كيرف هنا يعطيك شوف اه سبع برستات جاهزة تقدر تشتغل منها وتعدل فيها وتطلع نتائج احترافية. عايز اطبق اللي هي اه الحركة اللي محركة بالوسط سلسة وبالنهاية سريعة. وبداية تكون سريعة وبالنهاية سريعة. وبالوسط بطيئة. لاحظ معي لانا طبقت البريست مباشرة ضغطت الوحدة. طبق معي. وظاهر عندي الكيفريم. مثل ما شفت طبق عندي الكيفريم على الفيديو بشكل مباشر. انا لو اشغل اشوف اش النتائج اللي يعطانيها. لاحظ معي. يا السلام. لو طبق الفيديو ثاني نفس نفس البريست يعطيني نتيجة بحلوة. طبعا هذا اكتر بريست يعني شغال عليه في السوشيال ميديا واكتر بريست يعني يخدم الممانتجين الخاصة في التصوير اللي هو انو اوت التصوير الاو الدائري التصوير الدائري. لاحظ معي النتائج مع بعض. هنا تطبق معي وهنا تطبق معي. طبعا تقدر تعدل على الكيفريم نفسه. تتحكم بالسرعة. لا انا اعلمكم كيف تتحكمون في السرعة مثلا اذا كانت السرعة بطيئة عنكم. لاحظ معي كيف النتيجة. خلنا نكبر الفيديو بس. يا السلام. شوف نتيجة مع بعض. يعني طاني سلو موشن بشكل مباشر يعني بريست اجهز سلو موشن. لاحظ معي بحركة جميلة. يا السلام. لا اعيز ازيد الحركة شوي مباشر تتحكم تبسك الكيفريم بالماوس. زر الماوس الايسر. وتزود وتتقرب المسافة عشان تزيد معك السرعة داخل الفيديو هنا. لاحظ معي شو. يا السلام. هنا بنفس الموضوع. تتقرب شوي المسافة عشان يزيد معك السرعة. شوف كيف. نعوم بالحركة. وسلاسة رائعة. لو اطبق نفس الموضوع على الخروج هذا. اند اوت. عندي بريست هذا. رح نشوفه مع بعض كيف نحكم فيه. يا السلام.82 طبعا تقدر تتحكم هنا من هنا. وتقدر تتتحكم فيه الكيفريمات من هنا. ناستطيع تقلدي مشstroحة بهذا الشكل. معي ا disposition تم صع launch أو حين �تكلم كدا. يتطبق التأثير هنا. ولو تسوي من هنا ينطبق التأثير هنا. يعنيroph вас بهذا الشكل. وتبعد المسافة و يتقرب بهذا الشكل. وتلعب المسافة الصرحة كدا معا. طبعا تقدر تقول حركة ناعة اكثر من خلال خيار. يعني من خلال الخيار يوفر لك مباشرة تروح على الاسفل تلاحظ في خيار اسمه سموث هذا راح يخللي لك الحركة ناعمة جدا يزود لك الكيفريمات لدرجة فعلا يعني فعلا احترافية لاحظ ما يبدأ يطبق السموثينج على الحركة راح يعطيك حركة ناعمة جدا اكثر من الحركة اللي انت كنت تصورها حتى لو كنت تصور على الكيفريم يعني من خفض يعني كلما كان الكيفريم زايد يعني 120 كيفريم تصور به الفيديو كلما يعطيك حركة ناعمة وسلسل فهذا ايش يسوي هذا يزود لك الكيفريمات على الفيديو لاحظ معاي كيف الحركة الصور ناعمة نقبله بعض يعني صلاحة شي رائع جدا ونفس الموضع تبقه على الفيديو هذا راح يبدأ يطبق الكيفريمات على الفيديو والثانية اروح عندك كيفريمات هو يحط لكها انت تتحكم في السرعة مثلا عنيز السرعة تبدأ من هنا وهنا تكون بطيئة هنا تكون بطيئة وهنا تكون سريعة انت تتحكم فيها بيدوي هنا تكون سريعة هذا الشكل وتحطه لسموثينج تمام راح يعطيك حركة حلوة جدا لاحظ معاي هنا صار السريعة خلية سريعة اكثر وهنا بطيئة شوف كلما قربتك كيفريمات تصير بسريعة كلما بعضت تصير بطيئة طيب الان لو سوف تطبق على نفس الحركة هنا تبدأ الحركة لاحظ معاي كمية الاحتزالة في الحركة انا ماسك الكاميرا او امشي ماسك الكاميرا او امشي لاحظت وصلت الان الى تقريبا اقطع من هنا الان اطبق السلو وموشن سبيد موشن بريست تمام عندي بريستات كثيرة تمام تمام اختار طبعا عندي بريست هذا اكثر شي يعني استخدمه واكثر شي يعني يعطيك حركة نتائج حلوة لاحظ معاي كيف يا السلام طبعا لو تحط سلو سموثينج سلو راح يعطيك نتائج اكثر احترافية لاحظ معاي يا السلام يا السلام الحركة جميلة جدا تقدر تطبقون هذه النتائج على جميع الفيديوهات تشوفون النتائج كونها مع بعض على فيديوهات وفهمنا مع بعض اشياء اساسية على تطويق كبكاتوم خلوكم معاي في الحلقة الجاية راح يكون فيها اشياء عملية اكثر حياكم الله من جديد اهلا وسهلا بكم خلونا نبدأ درسنا لهذا اليوم وهو المود والكرومة وتفريغ الفيديو والتحكم في والتحكم اكثر من جزء في الفيديو بطرق احترافية وبسيطة خلونا نبدأ الان على الفيديو هذا مثلا انا انا عايز اه افرغ كرومة فوق الفيديو الخاص بي كيف فرغ الكرومة سواء لونها اخضر او اسود او اي لون انت مجهز ومثلا عندي اللون الزهري بغض النظر عن اللون راح نستخدم لونيا ونشوف تأثير الكرومة هذا اللون عندي ايام مثلا انا عايز افرغه فوق الفيديو الخاص بي افرغ الخلفية الموجودة خلف العنصر واخلي فقط الكتاب واللون الابيض ببساطة اضغط على الفيديو مباشر راح تظهر لي القائمة اليونة مثل ما شرحت فيه البداية اه بداية الكورس طيب تظهر عندي القائمة هذي القائمة هذي طبعا عندي قوة من فوق وقوة من اه اسفل القائمة الثانية روح على اه خيار اسمه cut out مباشر اضغط عليه بهذا الطريقة راح يطلع لي كرومة كي اي مفتاح الكرومة مباشر تفعل الخيار هذا وتاخذ القطارة ورح تختار اللون اللي انت عايز زيله مثلا عايز زيل اللون الخلفي اضغط اي ضبط واحد اضغط يسار مباشر راح يبدأ يظهر لي اللون الزهري او الوردي مباشر اتحكم في هذا الخيار وراح يشيل لي الكرومة بهذا الشكل لاحظ معاي اختفت الكرومة لو رجع راح تظهر الكرومة لو افتح بهذا الشكل راح علىحظ ان الكرومة اختفت لكن احاول انه اجيب الاطراف اللي خاصة في العنصر بحيث ان ما افقد جميع عناصر العنصر اللي يريد فرغه بهذا الشكل وانزله اسفل الاحظة ان الكرومة تفرغت معي بكل سهولة شوف معاي مباشرة تفرغت عندي الكرومة هنا تقدر تضيف شادو للعنصر اللي انت فرغته طيب هذا اللون الزهري خلنا نجيب لون اخضر ونشوف مع بعض تأثير اللون اخضر مثلا عندي هاي الصورة لونها اخضر تمام الآن جربنا على فيديو لون زهري الخلفية لونها زهري او وردي خلنا نجرب على صورة لونها اخضر ونشوف تأثير الكرومة او مفتاح الكرومة على اللون الاخضر واللون الزهري طيب نفس الطريقة اروح على مباشرة اخذ القطارة من المفتاح اخذ القطارة احدد اللون الاخضر بهذا الطريقة اعطيه هذا التحكم شوف تلاحظ معاي مباشرة بس تزيد الخيار هذا مباشرة راح يبدأ معك يزيل الكرومة بهذا الشكل لاحظ معاي اختفت او اختفى اللون الاخضر بكل بساطة لو زيد اكثر عشان ايش الحدة والاطراف اللي موجودة في الصورة ما يبين عليه اللون الاخضر هنا في الاطراف الموجودة او الحواف الموجودة على الصورة بهذا الشكل لاحظ معاي هنا تضيف ممكن شادو للعنصر بهذا الشكل شادو بسيط وما راح يبين معك لكن يعطي جمالية اكثر للعنصر اللي انت تفرغه تمام الآن جربنا على الفيديو وجربنا على الكرومة طيب تمام هذا هذا مبدأ الكرومة بشكل عام يعني انت تقدر تطبع على اي عنصر بثلا عندي العنصر اه هذا ابيض خلنا نشوفها الابيض تمام الابيض لا خلنا نشوف اه صورة ثانية طيب مثلا عندي شعار البريمير اعايز افرغ اللون الابيض الموجود بحواف الصورة شوف لاحظ فيه اه لون ابيض طيب اروح على الكرومة مباشر افعل الكرومة كي اختار اللون الابيض بهذا الطريقة لاحظ معاي اختفى اللون الابيض بهذا الشكل مثلا انا عايز افرغ اللون الازرق الموجود في داخل البريمير او هو هوية البريمير اختر قطارة اختار اللون الاخضر لاحظ معاي اختفى اللون هذا مباشرة لو رجع يرجع اللون لو ازيد راح يزيد الاختفي تماما تمام ومثلا لو اجيب اي يقونة اي شكل اختر على بالي فيه لون يعني من لون من طبقة واحدة بدون او بدون تدرج راح يزلك اياها عن طريق الكرومة تمام هذا التفريغ الكرومة للفيديو والصورة والايقونات بشكل بسيط على تطبيق كبكات طيب انا عايز مثلا افرغ الفيديو افرغ الفيديو هذا او افرغ العنصر او اسوي انا اه تفريغ لي الفيديو بشكل اه احترافي على تطبيق كبكات كبكات اضافي الاسطرات الاخيرة خيار اسمه اوتو كوت اوت هذا الخيار يسمح لك انه اه بخوار اسمها الذكاء الصناعي يحدد الشخصية المتحركة والشخص المتحرك داخل الفيديو ويفرغ الفيديو ويعطيك يعني تحديد رهيب للعناصر داخل الفيديو كيف استخدمها? اول حاجة عشان تستخدمها بشكل صحيح تاخد نسخة من الفيديو اللي انت شغل عليه مثلا انا اخد نسخة اقص من هنا متما تعلمنا مع بعض القص بعدين اخذ بعدين الصق الفيديو اللي عايز افرغه اخلي فوق الفيديو الاساسي تمام بهذا الشكل اه اروح الفيديو الفوق مول الفيديو اللي تحت الفيديو اللي فوق الفيديو الاساسي تمام اروح عليه اروح من خيارات الكرومة من آآ كات اوت مو آآ ما اختار الكرومة كي لا اروح الخيار تحت اسمه اوتو كات اوت اي آآ اقطع لي الفيديو وفرغ لي الفيديو بشكل اوتوماتيكي بخوار زمها الذكاء الصناعي اوكي راح نلاحظ انه يبدأ يفرغ لك الفيديو هنا يبدأ يفعل الخيار على الفيديو الفوق مو الفيديو اللي تحت عشان ايش? اه تلاحظ معي او تركز معي شوية ليش انا اخترت اه واخدت نسخة فوق ورفعتها فوق وخليتها فوق الفيديو الاساسي عشان اشرح لك نقطة مهمة جدا من من الاشياء الاحترافية في المونتاج على تطبيق او على اي برنامج انت تشتارعي. الان راح اشوف كيف فرغ لي اياه. لو طفي هذا. لاحظ معي فرغ لي الخلفية بشكل رائع جدا لو اشغل الفيديو. شوف مع بعض. لاحظ اه في تقطيع بسيط لكن يعني التقطيع مهم ملاحظ يعني لو اه ارجع الفيديو الاساسي شوف مهم ملاحظ. اشغل ما راح تلاحظ انه في تقطيع لانه انا دمجت الفيديو هم مع بعض. ليش استفيد من هذا الشيء? استفيد انه اقدر اضيف نص مثلا بين الفيديو هين في هذا الشكل. الاحظ. مثلا. عايز اضيف عنصر خلفي. اتكلم عنه مثلا او ايقونة او فيديو او او اي حاجة انت ترغب فيها. شوف لاحظ. ظهر الفيديو صار خلفي ولا اي شخص يلاحظ انه هذا الفيديو يعني اقصوص او الفيديو كأنه مصور على كروما خضر اتمام? هذا شيء مميز يعتبر من اشياء الاحترافية اللي انت تشتغل عليها على تطبيق كوكات او مثلا اضيف ايقونة بهذا الشكل اللي اتفقنا عليها الايقونة اللي سوناها كيفريم و بوزوشن في الحلقة الماضية. لاحظ معاي. مثلا نضيف هذا الجوال. كأن الجوال يصير خلفي هذا يعني يعطيك لمسة احترافية للفيديو اللي تشتغل عليه. هذا ببساطة انت كيف تشتغل وتفرغ الفيديو وتفرغ الكرومة. لاحظ معاي الجمالية. يعصر عنصر خلفي كأن انا نتكلم عن شيء وهذا نشوفه دائما في فيديوهات الاشخاص المحترفين في المونتاج. فهذا سر المونتاج الاحترافي. وانصحك تستخدمها بجميع فيديوهاتك. تمام? عرفنا الان كيف نفرغ الفيديو. وكيف نفرغ الكرومة. المرحلة الثانية هي مرحلة الماسك. مرحلة الماسك كيف استفيد منها? وايش الاشياء اللي راح تفيدني فيها. نروح على خيار من كت اوت. نروح على خيار اسمه ماسك. هذا الخيار اه افتح لك هذه الواجهة. طيب. مثلا هيقول انديزاين. اللحظ عندي في حواف بيضاء. انا قبل شوش رحت كيف من تخلص من الحواف البيضاء عن طريق آآ الكرومة. الان راح نتخلص منها عن طريق الماسك. تمام? راح اختار المربع. هذا الماسك. هذا هو المربع. اختاره بهذا الشكل. لاحظ معي تفتح عندي الماسك مباشر على الايقونة. لازم تكون محددة الايقونة. وتفاعلها وتضغط على الخيار. عشان ايش يعطيك ماسك بشكل مربع. اطاني ماسك بشكل مربع. الان راح اكبره شوية على العنصر اللي انا عايزة سولهه ماسك بهذا الشكل. تمام? بس صير عندي مشكلة هي مشكلة انه الحواف الصير حادة. كيف اصوي هراون؟ مثل طريقة الشعر الاساسية او هوية الشعر الاساسي. انزل تحت اتحكم في اطراف الماسك. راح اضيف نعومة للاطراف بهذا الشكل. لاحظ معي صارين في انحناء للماسك. واتحكم في الفادر اقدر اتحكم في الفادر يعني عشان ايش يعطيني نعومة اكثر شوف يعطيني نعومة اكثر في الاطراف. مسلاك ماهي ما هستفيد منها هذي بالمكان هذي راح اعلمكم كيف تستفيد منها في ماسك الفيديو. طيب. هذا بالنسبة لماسك الايقونات والعناصر. شوف لاحظ معي صار عندي ماسك بكل احترافية وكل بساطة. لو رجع الاساسي شوف الفرق. هذا الاساسي اختفى عندي الجزء اللي هو ظاهر من فوق. وصار عندي جزء ناعم وبسيط ورائع جدا. هو يظهر لي طبعا حواف الماسك. لاحظ معي هذي حواف الماسك. هذا ببساطة كيف سوي ماسك على عنصر معين على تطبيق كبكة. طيب انا كيف سوي ماسك الفيديو. ماسك الفيديو بسيط جدا. طيب. انا عندي هذا الفيديو. تمام? اخذ منه نسخة فوق. اخذ ليه فوق. طيب طيب. اروح الاختار الان اصدقائي الماسك. من اه خيارات الماسك اختار خيارات اه الماسك. اختار مثلا وفرضا اختار هذا عشان يش يعطيني قطع مربع بهذا الشكل. تمام? الان انا تم تحديد الماسك وين الجزء العنصر اللي فوق. راح اخذ الفيديو. اليمين عشان يبين معي اكثر. خلق معي بس. عشان يصريمي فيديوهين بهذا الشكل. طيب. ارجع على الماسك. بهذا الشكل. الان اتحكم في الماسك لاحظ معي. اللحظ السهم هذا الموجود نشوفه مع بعض. لو اسحبه بهذا الشكل روتيت راح الاحظ انه يتم تفعيل الماسك. اسحب الى تحت. بهذا الشكل. شوف معي. الان اعطاني ماسك بهذا الشكل. اعطاني ماسك للفيديو كانه العنصر كاني انا جالس في مكان واحد. اشغل الفيديو الان. هذا من اه ميزات الماسك. طبعا تقدر تستوي هذا الشي بالقطع قطع الفيديو لكن راح راح نستفيد منها. مثلا انا عايز اكرر شخصيتين موجودات بنفس الفيديو شخصية. يعني اه شخص انا نفس شخصيتي انا موجود بنفس الفيديو. او بنفس المكان مصور. فاقدر اكرر شخصيتي بنفس المكان. اقول السلام عليكم ورحمة الله بركاته. اقدر هنا اصور بنفس المكان مثبت الكاميرا. وارد على نفسي واقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشي يعتبر من اشياء الاحترافية وراح نيجع على شرحها. ان شاء الله في الدروس القادمة. الان صار عندي الماسك لاحظ معاي. انه سويت ماسك على الفيديو. و اه كررت الفيديو كأني انا موجود في نفس المكان. وام صور بنفس المكان. طيب. كيف استفيد منه الماسك على الاشياء الخاصة مثلا مثلا عندي هذا الفيديو. عايز اسوي له ماسك. مثلا عايز اشرح له الفيديو هاد. ما عايز الفيديو كله. عايز الفيديو يظهر بشكل مربع. و حواف نعمة. اجيب و يكون في دائرة. مثلا كنت اشرح درس على اليوتيوب. و عايز حالي اظهر في الفيديو اسفل الفيديو. تمام? فرضا هذا الفيديو حقي. تمام? اروح اختار الدايرة هذي. تمام? ماسك الدائرة. لاحظ معاي. يظهر عندي ماسك الدائرة. عشان ايش اه سوي على شكل دائرة? اسحب الاطراف. ما اسحب ذلك اليمين واليسار. لا. اسحب النقاط الدائرية هذي. واضغط alt واسحب هذا الشكل. تمام? وارفع شوي عشان اظهر نفسي. هذا الشكل. مع الضغط على alt. اظهر كامل جسمي. مثلا عايز اشرح على اليوتيوب واضهر في المكان هذا واشرح شي على اليوتيوب. بعد ترجع كيف تتحكم في ها? ما تتحكم فيها بهذا الشكل. ما تتحركها. اذا حركتها راح تختفي بهذا الشكل. تمام? تروح تضغط على البيسك. ان البيسك تبدأ تتحكم فيها بهذا الشكل. تمام? وحطها اسفل الفيديو. مثلا كنت اشرح درس على اليوتيوب. اخليها مثلا هنا اقول مثلا Lunada في دروس اليوتيوب هذا الشكل تمام اشغل الكثير لاحظ نفسي انا موجود بشكل دائرة تمام مثلا انا مو عاجبتني الدائرة اقدر اغير الماسك بشكل مباشر اختار اي جزء مثلا مربع لاحظ ما اي طلعت مربع تمام هذا من اسمه للماسك الان نجي على شي مهم جدا وهو المود هذا الفيديو مثل ما تعلمني بالحلقة الماضية كيف نسوي اناميشن للاي فيديو عندنا تمام او نضيف بريست جاهز نروح على قائمة الانميشن الانميشن نروح على كومبو من كومبو نختار مثلا اناميشن ثري دي مع هذا البريست تمام لاحظ معي داخل الفيديو بشكل جميل اضاف لي زي الماسك طبعا اروح اقصى الفيديو من هنا اقدر اقصى الفيديو جزء من الفيديو اللي انا سويت له ماسك خلي عشان يشي يظهر معي طيب انا الان اشرح القناتي واقول للا اصدقائي اا اشتركوا في قناتي الان راح نطبق على الكرامو تفريغ الفيديو راح ناخد نسخة من الفيديو اللي فوق واسحب فوق الجزء الاساسي مثل ما تعلمت قبضه شوي واضيف له تفريغ لي الفيديو الان انا اضافت تري دي لاحظ معي وفرغت الفيديو الفوق وخلط الفيديو الاساسي التاحل اشغل لاحظ انه الاشتراك مثلا اقول لاصدقائي اشتركوا في قناتي وهذا الفيديو الخاص به صار خلفي بهذا الشكل تمام اروح المود المود كيف استفيد منه الان مثلا العنصر هذا عايز اسوي المود عايزه يكون جزء من الفيديو بحيث انه المشاهد يشوف انه هذا الجزء فعلا كأنه موجود او كأنه جزء رئيسي من الفيديو اروح على قائمة فيديو من فيديو اروح على بيسك من بيسك اروح على مود اختار مثلا سكرين لاحظ معي صار كأنه اه هلو جرام صار جميل جدا شفاف لاحظ لو اشغل شوف معي تأثير المود وتأثير السكرين كأني اشرح على شي خلفي بطريقة احترافية هذا من تأثيرات المود ومن استخدمت المود صارت خلفي استخدمنا الان تفريغ الفيديو واستخدمنا خاصية المود مع بعض ضمجناهم وشوف كيف حصلنا نتيجة احترافية تمام هذا الشي يعني تقدر تستخدمه في جميع الفيديوهات اللي انت تشتغل عليها في صناعة المحتوى او في الاشياء اللي انت ناوي تشتغل علي العملاء بهذا الشكل بهذا الطريقة تمام خلوكم معي في الدرس جاي لانه في درس احترافي جاي واي استفسار في تطبيق ترك لي اها في اسفل الفيديو في الكومنتات وانا اجاوبك عنها ان شاء الله اذا رح نتعرف على قائمة تيكست وكيف نستفيد منها في تطبيق قائمة تيكست عندنا اتكست ديبولت عندنا اي اي جينيريتيد عندنا افكتس عندنا تيكست تيمبلت عند اوتو كابشن عندنا لوكال كابشن اول قائمة هي اتكست اتكست هي العبارة اللي هي الاضافة اليدوية يعني انا اضيف بشكل يدوي التيكست انا عايز اضيف تيكست الان مثلا اضيف انا اسميه واسم الكبتل مثلا مش عال ما رح نكتب معي داش لان ما يحاط او حاط الخط باللغة اللي هو فهد بسا فهد الشيكين عشان انا اشغل على المونتاج على هذي ميتيوب سنشوف مع بعض كيف نضيف النتائج تمام الان اضفت كابشن او نص بشكل يدوي شكل عادي بيتون لا حرادة ولا يدوي اي Eight بيديو طيب انا عايز اعدل اللواب بسط جدا اعدل اللواب من القائمة نفسة الا Chain وين على الا 요طا våكا عندب هوير Lex اروح اقدر اتحكم في البولد واقدر اتحكم في النص نفسوRE يعني اغير الخط واختار خط معين مثلا عندي هذا الخط مثلا عندي خط معين انا عايز هذات الخط مثلا هذا الخط انا احط معين غيرت الخط پا اقدر اغير الخط واقدر اغير لون على اي لون احتاج محطن. واقدر اخلي وتحت الخط. واقدر اخلي ماير من هذا الشكل. يعني كل هذه الاشياء تتحكم فيها. طبعا لو تكتب بانجليزية وبالعربي تقدر تحول الانجليز مثل اذا كان مكتوبا. تقدر تحول للاحرب كلها للكمية تقدر تحولها لسمول. وهنا تقدر تحولها لكل اسم يبدأ في بدايته حرب كبير. تمام? فعادي كلها مرخصة من لغة الانجليزية. هنا اللون هنا التنسيق بسنا اكتب الانتنا. ايه كده انا بس عشان راحب معي ايش راح استعمل من هذا الطائم الهي اياه. كيف راح تضبط لي النص يعني. بس خلالنا نحولها الوسط. تاج منك تركز معي بس شوية ويكون صح صحي. ايش الاشياء تسوي احنا بس سريعة احنا بس. طيب انا الان عندي هذا النص عايز وتنسق. لاحظ معي كيف التنسيق الكورب. راح تحدد كل النصوص مع بعض. او مسلا انت عايزة تكون تبدأ مع بعض ببداية. كن في الوسط. بهذا الشكل. وفي تنقل بالكتابة معنا. كن بهذا الشكل. كن بهذا الشكل. فانت تقدر تحكم فيها الزني ما اتريد. كن بهذا الشكل. بالبداية من اليسار اليمين. ومن اليسار اليمين او من هذا الشكل. ايش خاصة في ترتيب النص. خاصة بترتيب النصوص موجودة كل برنامج. يعني هاي توفر عليك وقت كبير لك انت تكتب بشكل يدوي. لكن الان راح اعطيك ادوات تغنيك عن هذا الشكل كله. ونجهزة بوسطة الادوات اللي وفرتها في تطبيق عن تستخدم تقنطيك اصطناعي. تمام? كيف تبقى. عشان تعلم الاشياء الاساسية كيف نعدل الالواء كيف نضبط. طيب هنا اقدر اضيف اه اقدر اضيف يعني اشياء خاصة برشتات جاهزة وستايلات جاهزة ليه لتكس نفسه. مثل هذا الاسود مع الامير. لاحظ معي كفة اطانية جميل. طايلات جاهزة هنا تقدر تضيف. الجارلت اللي للنصص. الجارلت الأصفر الجارل. طبعا تستخدم بشكل يدوي. هنا تقوم بتحكم الحجم النص نفسكم. هنا تقدر تستخدم يعني خوفر. ما شرحته في طعمة الكيفريم تقدر تستخدم الكيفريم تكبر النص والصغر وتسوي حركة للنص وهذا شرحته في درس الكيفريم موجودة في الوصف الخاص في الحلقة للترجال وفي درس الكيفريم تفهم ايش الكيفريم وكيف راح تستبد من نوع. هنا طبعا تقدر مثل ما شرحت مع بعض تقدر تتحكم في بشكل يده وتتحرك بدلا ما تتحرك وبشكل يده وتتحرك مثلا عايز تتحرك شي بسيط فتقدر تستخدم هذا الشيكتر سيحرك معك في فيديو بين يسار وهذا المكان نفس الموضوع شرحته في قائمة الكيفريم وهذا تتحكم في الخاص في النص وشرحته في قائمة الكيفريم فهذه تقلب النص او تخلي في الوسط او تخلي في اعلى الفيديو او مثلا انا عايز النص يكون في المقدمة او في الوسط في سنتر الفيديو فرح تساعدك انك تحدد سنتر وسط الفيديو هنا وسط الفيديو تخلي في الاعلى في اليمين هنا اليمين هنا يسار هنا اسفل تمام هنا اسفل اعلى هنا في الوسط هنا اسفل راح يساعدك انك يعني تحدد المكان اللي في امان عشان ما يكون الفيديو خارج او بعيد اروح على طعم الستروك انا اقدر اضيف لونه ازرق اقدر اضيف لونه احمر اقدر اضيف اي ستروك يختر في بالي الابيض والاسود يمشي مع بعض واقدر اتحكم في سمك ستروك كبير صغير بهذا الشكل فانت عندك حرية تأمال باكراوند تضيف باكراوند لانص وهذا نستخدم غالبا في النصوص اللي احنا نشتغل عليها على تطبيق كبكات وتطبيقات المنتاج الاحترافية الاخرى انا اقدر اتحكم في او با سيتي يضع سيتي باكراوند لان اقدر خلي شوي عشان يبيقي معي واكثر الاحترافية الراوند هو الحد الخاص في الراوند اخليها اعمل شوية تمام? هي الارتفاع الخاص في اخليه عالي او اخليه نحيك. الود هو العرض الخاص بالراوند الخاص بالنص. اذا اطبع معي كده يكون هناك اشراعي تمام؟ هو المساحة او القرار اللي يكون في تمام؟ قضي خمسة كلمة عشان ما يكون بعيد لو ازيدها راح يصير ايش مساحة وفاضية وبوق وتكون مساحة الباكراوند في قضي المرتفع لبوق ما احلا هستفيد من هذا الشي لانه راح يخرب للمنظر تمام؟ لان سويت باكراوند سويت اشياء انا احتاجها هي الاشياء الخاصة في يعني اللون يصير مشع اكثر لاحظ معين اللون صار مشع اكثر اقدر اختار لون معي مثل احمر ازرق اخضر اه يكون اللون اللون او الخفي مشعه بهذا الشكل ايضا في شعاء ظاهر من النص تمام؟ مش تختلف عندنا ستروك لا هذي كوبي زي الشعاء للمس اقدر اتحكم في بوته وانتشاره بهذا الشكل لاحظ معين شعاء مختلف عندنا ستروك وهذا تستفيد منو في اا تقدر اضيف لو كيف فريم يعني يتحرك معك عمي حالان هذا الشكل اضيف به كيف فريم هنقص فتقدر اضيف لو كيف فريم ويشتغل مهاك يعني لاحظ معك ولأ دبعBirana G实ky يعني يشتغل معك ويزيد معك تخلي قريب عشان يبايي معك اكثر شكل لاحظ ولأ دبعني خف معك خف معك. الشادو هو الخلفية الخاصة في النص. ده هو اشيل البرغراوند عشان يبقى معي الشادو اكثر. اطفل البرغراوند. حانا بتصل حالشينا اروح الشادو. اذا الشادو بس اشوف الشادو كيف راح يكون معي. هنا اذا الشادو. تنمع بفضلة لون الاسود انا اخذي لونه احمر مساء. لاحظ معي الشادو اصار خلف البيديو. تكن ستتحكم بزاوية الشادو. اشيل معي. اشيل اشيل طبعا القلو عشان يبقى معي الشادو بس. هذا الشادو الان موجود. صار لون زهري طبعا اتحكم بزاويته. شوف معك. قوتو. اقدر اتحكم في مكاني. هذا الشيء بهذا الشكل. واتحكم في زاويته بهذا الشكل. الشيء اللي يشوفه انا مناسب. مثلا عند اللون الاسودة خضي لونه مثلا ابيض. او ازرق. اهتمام. هذا الشكل. ومعي اكثر اكثر وضوح. احنا طبعا هنا النعومة. خللي بلوزين بلورش. من الزاوية. كيرب هي النص كل عنا شن كيرب كبدا فهل بهذا الشكل شو دائري. هذا الشر. يعني الصراحة ابداع ابداع. هذا بشكل عام قائمة ايش التكست والاشياء الرئيسية الخاصة بقائمة تكست. طيب ايش الاشياء اللي انا راح استفيدها من القائمة الثانية. القائمة الثانية. هذه القائمة خاصة للذكاء الصناعي. طبعا راح اشرح بشكل تفصيل في حلقة كاملة في ادوات الذكاء الصناعة الموجودة في تغطيب كبكت. الافكت هي الاشياء الجاهزة اللي راح استخدمها عندك مجموعة كبيرة من البريستات. سبقية منها وفي منها لو اضغط على السهم الصغير في قائمة في قائمة راح تظهر عندي مجموعة كبيرة من قائمة الجاهزة. هي الاساسية اللي هي ضربة او شهورة زيادة يعني في التطبيق ومستخدمين الزيادة منها فهذا اللي هو تمام يعني صراحة حلو جدا. اكتبت هال. لاحب معي الجمالة غير الخط وهيطلع يكون معي احسن لما غيرت الخط. خطها. لاحب معي كيف صار? رائع جدا. ازل تحت ازل تحت احطيني بجموعة كبيرة لاما التهية وهذه ما تجدها باغلا برامل المنتاج للأسف هذا التلسيق. راح على القائمة اللي بعدها اللي بعد هي افكتر نقفلها هي هذه القائمة مهمة جدا. هاي تستخدمها في العناوين الخاصة في الفيديوهات واللاقيها عن طريق اضافات خارجية نضيفها على برامجة منتاجة خاصة في البيرمير او افتر فكرة عشان تحصل زي النتاجات. لكن في تطبيق كوب كاتو فورو لهذه الادوات بشكل مجاني موجودة بشكل اساسي في نفس التطبيق. لان هذا القائمة بعجبني. راح يبدأ بيتحرك من اليميلة سارة حسب ما حركة التمبل الجاهز نحن نشوف. يا سلام. وعندك بجموعة من التمبلتات الجاهزة عندك التمبلتات اللي هو الو اسود. انت تختار هذا خصصه للاشياءات الخاصة بايش? خاصة في العناوين. والاشياءات الخاصة في الظفور زي هذا. شو تلاهب معاي. خلنا نشغل. شو تلجم تعمل. يا سلام. تروح على طعم السوشيال ميديا الاشياء الخاصة في السوشيال ميديا. مثلا لايك شير. كلها اشياء جاهزة. سبسكرايب بهذا الشكل. يعني هذا الاشياء بعدما تروح بك روبة خضرة ودلعونها ازرق فهذا الموجودة عندك جاهزة. طبعا عشان تحل مشكلة اللغة العربية المعقوسة تجد تروح على تطبيق مسلا تطبيق او موقع الموقع يعطيتها كتاب معقوسة عشان نضيف فيه زي هذا مكان مسلا. ايش تساريب? هنا نعطيكها معقوسة تنسخها. نضيفها في المكان هذا. تطنع مضبوط. عشان بسحل لكم مشكلة الكتاب المضلوب. لاحظة معي الحركة والانيميشن. يا سلام على ابداع. مثلا نضيفها تحت هنا. انزيوا الاشياء اللي انت تشوفوا مناسبة. هنا لايك. يا سلام اضايك. يا سلام. اشترك بغلات. اهو. شوف الابداع. يا سلام على الحركة الجميلة يا سلام. اروح على اوتو كابشن من الاشياء المهمة اللي انا اريد اشرحها بهذا الدرس. راح تربعيك الوقت والجهد الكبير. اه اوتو كابشن هي اضافة الكابشن في العربي بالذكاء الصناعي اي لغة انت تحتاجها في العالم. صراحة يعني ابدع ابدع بهذا الخاصية. اضيف الكابشن باللغة العربية. مباشرة. تحدد الصوت. تحدد الفيديو. ابدأ الان. اضيف لي الترجمة باللغة العربية. بكل بساطة وكل دقة وكل احترافية. اضافة لجميع النصوص على شكل طبقات فوق الفيديو اقدر اعدل فيها واذا فيها مشكلة. مثلا عندي مشكلة في جزء من النص اقدر اعدل فيه. طبعا انا راح اتعمل انه اساس كلنا جميلة وشغالة معي زيه. لو انا اشغل شوف مع بعض. فضغطتي راح تنفهم. اما لما اجي اسوي الحركة. اضافي الكابشن بطريقة احترافية. طيب. انا انا نشوف النص صغير. احتاج اني اكبر شوية. هذا الشكل. يعني خليه. واحتاج اخلي بولت. واحتاج اغير. مثل ما اتفقنا مع ببداية. وشوفنا مع بعض كيف نغير ونختار الخط ونغير الالوان. مثل ما بعض. شوفناه ونغير اللون. خلي مثلا. ابيض خلص ابيض. تمام? ونقدر نسوي الباغغراوند او نقدر نضيف يعني زي هذا اللون او زي هذا اللون. زي هذا اللون. انت تشوفه مناسب حنزل تحت. طبعا ما احتاج لنا الباغغراوند راح اسس الباغغراوند بنفسي. عشان المسافة. تمام? راح على نروح الباغغراوند اضيف باغغراوند. وخلي الباغغراوند رسابتها طويلة. تمام? هذا الشكل. تمام? وخليه شفافة شوية الباغغراوند. دلو بس تي وان خاص في الباغغراوند ما تعلمها بعض. عشان يعطينا اكتب. وضرب واسحب هذا شوية عشان يبدأ النصر اكبر من استقبيل الوسط في هذا الشكل. باهر معا. كيف اضاف للكبشن في الطريقة احترافية. لا لا انا لو بدي اضغط بقوة لا بتنزل في الارض. اه مباشر. انا نسبته كمية اعتقد. امسي في المية. ما حسب ليش الحركة. انا لو ما بدي امسك واحد واضغطه. انا كاللون. كيف شوكتف معي. كل حد بايز. وازن تتحكى في لون الباغغراوند. اعجب ان اللون الاحمر. اول لون الازرق. يا سلام لون الازرق اهل الاشياء كلنا رح توفعي. لو كل كابشن انك تضيف الكابشن مفرغ جاهز من مواقع ثانية. زي هذا اللي تشوفوا قدنام لهذا. يكون مضاف من مواقع ثانية. طبعا هالطريقته تكون تافض وقت طويل بيحتاج حالفة ثانية. فما رح تحتاجه اصلا ليش? لانه انت الان عندك اوتو كابشن. فما رح تحتاج ترجمة خارجية من خارجية من مواقع الثانية. اهلا وسهلا بكم في قناة اليوم التعلم كيف انضيف قائمة بالقائمة اصلا مقسمة بطريقة سهلة وبسيطة واحترافية. نشوفها مع بعض طبعا انا راح اغطي الصور اللي تشوفونا قدام. ومع لانه في الصور اه ما تناسب. فانا راح اغطيها وشووش عليها. لكن هذي كلها قائمة هذه كلها قائمة خاصة بالفيديوهات تمام. وضعت القائمة فلتر اليسار شوفنا مع بعض اليسار هذه. راح تظهرنا التقسيمات الخاصة في قائمة منها اللايف. عندنا قائمة كبيرة من القائمة الثانية عندنا اه هي سيكنري. سيكنري هي قائمة خاصة في الالبوان كذلك في الافكتات الوحادية. وعندنا قائمة موز هي الاكثر استخدام قائمة الفلاتر السينمائية الخاصة في الفيديوهات السينمائية. راح نشرح حالة الفلاتر ونشوف ايش اللي راح نقدر نستفيد منه. وافضل الفلاتر الموجودة والاستخدمة في اه فلاتر موبس. وعندنا فلاتر مون هي فلاتر احادية يعني تعطيك لون واحد باهد لون اسود ابيض لون بني لون اه باهد يعني هذي تقريبا شبه الوان احادية يعني ما تعطيك الوان اه متشبع الوان مختلفة. فلا تعطيك لون واحد لكل فيديوهات شوفت في ميليوهات السينمائية كل الافلام في الاشياء اللي نشوفها في الشاشات. اه عندنا القائمة الخامسة اه ريترو بعد هذه تقريبا الوانها احادية لكن مختلفة تماما عن تقسيمة تلفور. بعد عندنا نيتسكان هي اشياء خاصة في الليل مثلا عندك تصوير في الليل عايز تظهر الوان محددة فستخدم هذا الفلاتر. ستايل عندنا مجموعة من الفلاتر الخاصة بالستايل معين الوان معينة مثلا الوان الاحمر والازرق والاحمر الرامط. اذا عندك اه مود او معين ازرق تقدر تستخدم هذا الالوان عشان تعطي معين والوان معين على الوان الخاصة بالطعام والمأكولات يعني صراحة تقسيمات كبكات رائعة جدا. قسمين كل شي تحتاجه من بداية من اللايف الى الفود الطعام. لو نبدأ باللايف انا عندي هذا الفيديو اللي انا اشغال عليه حاليا. ما في عليه اي تأثير حاليا. لو اختار اي تأثير مسلا تأثير هذا التأثير مميز جدا. تستخدمونه في اضافة اه لاحظوا كيف صار اللون صار اللون باهت وازرف وهذا اللون دايما يشوفوا يبرز فيه الافلام ويبرز فيه الاشياء السينمائية فيعطيك اللون السينمائي مميز جدا. شوف اللون كيف صار اللون بشرة اكثر صدوع والخلفية صارت اكثر اه زرقة فيروح يعطيك لون اه شبيه باللون السينمائي. طبعا تقدر تتحكم في الخاصة فيه من هنا. اي فلتر تاخده تقدر تستحكم في هذا القائمة يعني اي فلتر رات تشوفه مناسب مبير رات تضيفه على اي فيديو خاص بك على اي جزء خاص بك من الفيديو راح يكون اه يتشبع في هذا الفلتر او هذه الالوان خاصة بالفلتر يعني انت ما تقدر تستخدم اكثر من فلتر. فانت ممكن تجيب الفلتر هاد وتجيب الفلتر هاد تقول بنفسك انو والله حضو مجوع من الفلتر عشان نطعم علون كويس لا. خطأ. انت تستخدم فلتر واحد او فلترين او ثلاثة فلتر بتكون مدروسة معينة يعني تأثيراتها معينة عشان ما تتخرب الفيديو الخاص فيك. مثلا هذا الفلتر ما اثر مع هذا الفلتر باكس. اعطاني اكثر اه اكثر حيوية اقدر تحكم طبعا في الاباس التي الخاصة فيه تأثير الفلتر على الفيديو. خففها طبعا ممكن تخضي اربعين ثلاثين في المية خمسة في المية حسب احتياجك ونظرتك في الفيديو اللي تشوفك الداعا. تمام? طيب. ممكن انا الان اجرب اكثر من فلتر هذا الفلتر جربتم. ممكن انزل تحت الروح على فلتر سيكنيري يجمع من الفلتر اللي خاصة في الطبيعة. لو اسم هذا الفلتر مثلا. خلنا نشوف ايش يعطيني التأثير. اعطاني اكثر تشبب عني هذي الوان خاصة بالطبيعة. طبعا تقدر يعني تخفف مثلما اتفقنا مع بعض. خفف من قوة تأثير الفيديو. لاحظة انه تأثير اكثر شيء عن لون الاحمر. ومنها ما اعطيني اه لون احمر يعني بروز للون الاحمر. هنا لون بني لو يجيبه احذف الفلتر زادة. عشان شوف تأثير شوف تأثير معنا طاني تأثير باهت يعني زي غروبة الشمس. طبعا اقدر اتحكم في مثلما انا مع بعض. هذا الشكل يعني تقدر تتحكم بتأثير الفلتر. هنا شروب شمس. هاي طبعا تقدر تتحكم في ايش مع الطبيعة الاشياء الخاصة في الطبيعة. هنا اعطاني كيف تحولي لون الخلفية وعطاني كيف لون البشرة يحولي لون بفتقالي. هنا معطيني اه اشبه بالورانج. لون الاورانج تمام. هنا الوان خاصة بالثلج باردة. اونا كشوف ايش يشوف الوان باردة. اعطاني اللون بارد. خلفية لونها اه خلفية يعني باحتة. باردة. تماما لانه معطيني تلج. طبعا هنا لون آآ بارد. آآ قريب للداء. يعني دافي شوية. اكثر من اللي يقبضه شوي. فعندك الوان كثيرة وفلاتر كثيرة تستخدمها. اكثر شيء مستخدم فلاتر الموبس. فلاتر الموبس هي الاكثر استخدام. فعندك هذا اللون اللي يشوفه دائما بالالوان السينمائية. هذا اللون هذا. لاحظ مايكيب يعطاني اللون طبعا اقدر اتحكم فيه تفق شوية بعد الشكل. تقدر تتسوي خاص مود يعني مود او فلتر خاص بك لجميع فيديوهاتك تسفيد منه او تخلي يعني من هويتك انه هذا المود ما راح تغيره. فتتستخدم هذا الفلتر زعب جميع الفيديوهات التي تشتغل عليها. طيب عندنا فلتر مثلا بالاتر الثانية. فهذا ثاني مثلا دراك دراون. هذا فلتر مميز بعد يعطيك بهتان لأسطرورة زي ما نشوق مع بعض بحثا للالوان وقوة للالوان في الخلفية والظلام في الخلفية يزيد الشادو في الخلفية. لو زيد راح تلاحظ ان الشادو يزيد في الخلفية. ويعطي اه وضوح للشخصية اللي الاشخاص المتكلمين بهذا الشكل. مثلا استخدم مود تاني او فلتر التاني. راح تشتغل على فيلم يتكلم عن اشياء قديمة او بالزمان. مثلا تكلم عن اه مثلا عن زمان الصحابة مثلا زمان الزمان زمان القدامى فتستخدم هذا اللون او هذا البنتر عشان يوحي انه اه يوحي للماضي يوحي الالوان الماضية والالوان القديمة. فالالوان التاريخية تستخدم هذا الالوان اللي اسمها الوان او فلاتر اه منه من تمام. خلنا نشوف اشي نطينا خاصة في الاشياء مثلا الاشياء الافحادية. الالوان الفردية المنتجات والنوحات الخارجية والمناظرة الخارجية. لاحظ مع بعض كيف سوى لان اه تكثير زي النويز. فما راح نقدر نستفيد منه على الفيديو الخاص فيه. الفيديو الخاص فيه نستفيد منه في الالوان المون. الوان الموز واللايف والالوان ستايل والفود في الخاصة في الافين والطعام. تمام? طبعا اكثر من فلتر او اكثر من اه قائمة فلتر تستفيد منها من قائمة فلتر او اه بيترو تمام? لو سنجيب هذا الفلتر ازرق وهذا الشكل يعطيني يعني مثل ما اشوف مع بعض. هذا الالوان الخاصة الليلية. عندك تصوير ليلي هذا ينفع في التصوير الليلي يعني يبرز لك الوان معينة برفتقالية على الوان اه خضراء يعني في الوان الليلية مثلا اللون الازرق هنا. راح يصرر تأثيره اكثر شطوع في اللون الازرق. ويعطيك للشادو اكثر اه سواد. ما اطقل يشادو فيها ظل. راح يبين اكثر لحب معين ما اطقل في ظل. بيان اكثر فيها. وعطاني لون خلفية زرقاء. تقريبا. وهنا يعطيك فيعطيك لون اخضر تقريبا. اه لون احمر ازرق اخضر كده. فانت راح تجرب المودة الخاص فيك. راح يروح على ان لون الاحمر. عندنا اللون الازرق. وعطانا من محبين اللون الازرق والاحمر. فراح راح يدر اسوي خاص فيه بلون ازرق داخل معي. طبعا عندك تستفيد منه تحطه على خلفية. مثلا انا اقسم جزء هذا مثل ما تعلمنا كيف فرغ الخلفية. مثلا. تمام? افض نسخة من هذا الفيديو وافقع فوق. خلوني هنا. احخلوا التأثير فقط على الخلفية. نزل التأثير تحت. ارفع الفيديو فوق. اروح على الفيديو والفوق ونطرق الخلفية عشان نصرف تأثير الفيديو على تأثير الفيلتر او الفيلتر على الخلفية عشان نشوف كيف راح يأثر فيها الخلفية. تمام مع بعض شوف. نزيد التأثير لان الفيديو. شوف لحظ معي كيف صار. صار تأثير الفيديو لاني فرغت الخلفية صار تأثير يجب عنه على الخلفية. الآن مثلا افضل صلفية لونها احمر. اجيب تأثير لونه احمر هذا الشكل. او زهري راح يطين التأثير هذا نشوف مع بعض. طبعا تقدر تتحكم في قوة التأثير حيث انه يكون مواضح في هذا الشكل. يعني تقدر تلعب اشياء كثيرة مثلا لونه احمر تحب تكون صلفية لونها احمر بدنا ما اجيبه يضاء هذا الوان احمر. هذا بلار اسوي عن طريقة تفريل. هذا اللون. شوف لاحظ معي كيف? هذا الشكل. تمام? طبعا هنا يعطيك مكس من الالوان بين الاحمر والازرط. طبعا معاني انه يعطيك مكس يوضح لكل لون الاحمر والازرط بهذا الشكل. يعني تقدر تستفيد منه. من الالوان اللي شوفها. الوان الكود هي خاصة بالالوان الطعام. يعطيك اشياء خاصة سبزة الطعام. شوف مثل ما نشوف مع بعض. هنا يعطيك معاينة بسيطة للفلتر. طبعا هنا قائمة تقدر تستفيد منها بسما اتفقنا مع بعض على المود الخاص فيك مثلا احب اللون او الالوان الاحادية فاطبق الوان الاحادية على جميع فيديوهات مثل المود مثل الموند فسنختار هذا اللون الباهت وحطه على جميع الفيديو الخاص فيه على جميع اقسام الفيديو فيعطيني لق واحد باهت في جميع اللون. لاحظ معي حتى اللون اللي يشرح عليه اه يعطيني نفس اللون. يعطيني مود واحد. فانا اقدر استفيد من هذا الشي يعني ايش? اني اصنع اه لون واحد لجميع الفيديوهات اللي شاغنا عليها. مجموعة من الفيديوهات مصورة بطرق مختلفة بالوان واضاءات مختلفة فراح يساعدني فلترا بوحد لي الالوان كلها على جميع الاضاءات المختلفة وعلى جميع الفيديوهات اللي كنت انا اصور لها. تمام? هذا فيديو طاعمة ببساطة وفيها مجموعة من الفيديوهات الرهيبة اللي تقدر تستفيد منها في صناعة الفيديوهات الاحترافية على كبكات. تضرب الحلقة القادمة اذا كنت موصل الى هذا الحلقة لا تنسى انك تطبق الدرس وتتابع معي. خطوة بخطوة عشان تتشهام كبكات. اياكم الله. اهلا وسهلا بكم. طبعات في كبكات عندنا قائمة اه فيها الكثير من الاشياء اللي نستفيد منها في صناعة فيديوهات احترافية وانتقالات احترافية. راح توفر علينا هذه القائمة الكثير من الوقت والكثير من الجمهة. قابل الترازجين هي قائمة خاصة بالانتقالات. من اهم الاشياء اللي تقدر تشترع عليها انه تصنع انتقالات احترافية. وكبكات يوفر لك مجموعة من انتقالات الاحترافية الابداعية بين الفيديوهات والفيديوهات بصريقة احترافية. مثلا انا عايز انتقل من هذا الفيديو إلى هذا الفيديو راح انتقل من هذا المكان إلى هذا المكان بحيث انه يعطيني انتقال حلو وتأثير بصري جميع. ومن هذا المكان طبعا راح اقص طبعا راح اقص المكان هذا يكون مقصوص عشان يضيف لك انتقال لان الفيديو الفيديو اذا كان قطعة اوش دفع راح يضيف لك انتقال مثلا انا اريد اضيف انتقال هنا ما راح يضيف لو اسحب هذا انتقال هنا ما راح يضيف ابدا. راح يضيف لك فقط على المكان المقصوص اي قطعة من الفيديو الاول قطعة من الفيديو الثاني واضيف على الانتقال. مثلا عندي انتقال ميكس اي يسوي لك ميكس بين الفيديو الاول والفيديو الثاني. بتقدر تتحكم في كم مدة الانتقال والميكس. او اشغل الان شو مع بعض. لها معي طاني انتقال ناعم وسلس. دخول ناعم يعني صار الفيديوهات الثاني داخل في الفيديو الاول. بطريقة السلسة وناعم. على هذا الاستخدام لكي القديوهات الناعمة. والانتقالات اللي تكون في فيديوهات هادية وبسيطة. فهذا راح يساعدنا بشيء كبير انه نصنع انتقال وتأثير وتداخل بين الفيديو وهي مع بعض. طبعا هنا تجي انتقالات الكاميرا والانتقالات ثري دي والانتقالات هنا طبعا كلها اوبرلي يعني انتقالات نعمة. نستخدم بالفيديوهات البسيطة والشروحات. والاشياء الخاصة مثلا يعطينا اللون اسود. يعني انتهاء يعني برجز لك انه الفيديو انتهاء الى هنا بودة فقرة ثانية. فرح يجريز لك بهذا الشكل اعطيك انتقال جددا مميز. مثلا هنا انتقال خلنا نشوف هذا انتقال اي شيء اعطينا باللغة العربية لانه اسمه اسمه اسمه. يعني يعطيك نفس الانتقال التموج البحر. يعني نفس الاندويز. يدخل في بعضه بحيث الفيديو يختفي عن طريق ازنين الموجات. بعدين يضغر الفيديو الثاني. كل هذه انتقالات احترافية. هنا نفس الموضوع تقريبا مشابهة لهذا الانتقال. نحط لنا اسمه مع بعض. يعني كلها مشابهة لبعض. هنا اللمعة بسيطة بلون ابيض. زي هذا نشوف مع بعض. والعربية لان اسمها اسمها هذا الشكل. طبعا نروح انتقالات الخاصة في الكاميرا. من اهم الانتقالات اللي يشتغل عليها في الفيديوهات يعني السريعة. والفيديوهات التفاعلية والفيديوهات مثل الريلز. تقالت الريلز الاحترافية. نستخدم تأثيرات الكاميرا. تأثيرات الكاميرا جدا جدا احترافية. مسلا نخلق الكاميرا كأنها تنتقل بسرعة الى الفيديو الثاني بهذا الشكل. راح نشوف بعض بعض. ينزل التأثير بس. نزل للتأثير راح نشوف. شوف كيف تأثير الكاميرا جدا رائع جدا جميل جدا حتى يعطيك هنا كيف راح يكون التأثير اصلا قبل ما تنزل. ممكن قبل ما تنزل للتأثير راح يعطيك هنا الشرح للتأثير هنا فيديو زي الطريقة مرور الكاميرا. يمين يا سارع عشان ما تنزل وتتعب بنفسك. شوف فهين كيف راح يكون. وهين كيف راح يكون. ياسم لها. عادة دائما نشوفها في الافلام. في المنتاري الخاص في الفيديوهات الاحترافية عن صناع المحتوى. وعند المصممين وعند المحترفين في الانتقاط الثلاثية. وراح تكون مميزة اكثر مع اضافة افكت وساند افكت. مع الانتقال. وهذا راح نشرحه. وراح نضيف بعض الساوند افكت الان وشوف كيف راح يكون التأثير. مثلا هذا التأثير البسيط. تمام? الان اقدر انا اضيف الساوند افكت. في مع الانتقال هذا راح اعطيني اكثر حيوية. اروح من قائمة اوديو. من قائمة اوديو روح على الساوند افكت. اروح على قائمة اسمها قائمة ساوند افكت. اروح على قائمة اسمها اي انتقالات اصوات انتقالية. انزل تحت روح ادور عن شي اسمه ايوه هذا التفال مساء نشوف. اسمع بعض بعض. نزيد الصوت شوية. نقدر نبطل شوية التأثير. طبعا في التأثير طبعا هذا بس انا سرح. ايش الاشياء اللي راح نستفيد منها. نزيد السبيد. نتبقى في السبيد شوية. شاري جمعا تأثير بس. شوف مع بعض كيف يتأثير. يعني هذي بس الافكار اعطيكم الافكار انتم تقدر تجربون مع بعض الاشياء الاحترافية مع بعض. لو اغير الترانزيشن اطيف هذا الترانزيشن كاميرا ثلاثية البعض بهذا الطريقة. هذي اشوفها دائما يتأثير ببعض. شوف لاحب. يا سلام. مجموعة من التأثيرات الخاصة بالكاميرا يعني صراحة قممك في الافكار لاحظ معي. كل هذه اشياء نقدر نستفيد منها في الفيديوهات الاحترافية في صناعة الفيديوهات وانتقاذات احترافية بين الفيديو والفيديو في تقسيمات جميلة وسهلة وسيطة على واجه كابكارت الاحترافية وسهل القسطة. طبعا عندنا انتقاذ ثاني هو بلور. هذا استفيد منه اشياء معينة بين الفيديوهات اللي انا اشتغل عليها. زيت تموت. شوف لاحبا هذا كلها بقى امزة الرزل. هنا يعطيك زي النويس. خاصة من اللغة العربية لنا اسمها اصلا. شوف. هذه كلها آآ لها استخدمات خاصة بكل الفيديو معينة تشتغل عليه في المونتاج. هنا بايسك. اي انتقالات اللي زي العين زي اليمين اللي سار. انتقالت عدي سلايد. وليفت ويسار. نشوفها دائما في بعض الانتقالات. ثاني. لاحظ. رايت. هينتقى من اليمين. واسع. ان يسرى الفيديو هذا هو. اصلا من اللغة العربية لنا اسمها اصلا شوف. فهذا كلها نقدر استفيد منها. آآ لايت ايفكت تأثير هذا دائما يظهر لنا لايت ايفكت هذا وتشوفه في عند الاصطناع محتوى غالبين يعني انتقال هذا انا اصلا احبه جدا. ودائما تشوفه في الفيديوهات. اي يعطيك زي اللون وزي الاضاءة تنتقل من هذا الفيديو الى هذا الفيديو. او تنتقل من فكرة الى فكرة مع تأثير صوتي جميل. آآ انا راح يعطيك صراحة آآ نوع من الحيوية وخاصة كان سريع. شوف تلاحظ معا. يا سلام. انا اقدر استفيد منه اني عندي تأثيرات ثانية. الآن راح تشوفون الفرق يعني كيف راح يعطيني الصوت هذا والايفكت هذا. كيف راح يعطيني فرق كبير في الانتقال الحيوية. يعني انا ان شاء الله اعطيكم اشياء تستفيدونها او اذكر في المنتاج آآ احترافية على كبكته وعلى اي برنامج المنتاج. لاحظ ما يسمع الصوت بس. يا سلام. عندي مجموعة من انتقالات البصرية الرائعة. اما ستستخدم هذا الانتقال السريع? شوف. يعني ياسم. راح تتحكم بالسرعة من هنا من هنا. يا سلام. طبعا اروح عن اللي بعده. اللي بعده طبعا هي اشياء خاصة في الشخصيات. وهي يعطيني زي التقسيمات. زي زي هذا. هذا دائما نستخدم فيه الافلام. او فيه المنتاج الخاص بالافلام الوثائقية. فيها نروح في ها اه شي يعني يدول على الاهمية والتنبيه. هذا دائما نستخدم معه ونستفيد منها في اشياء كثيرة جدا. على الشخص المنتاج في المنتاج ويعرفون المنتاج يعرفون كيف يستخدم هذه الايفكتات والانتقالات المكترافية. روح على التقالي بعده. هنا تموج وما تموج. طبعا انا راح في هذه كلها. نروح فيها صور ما تناسب. كما هنا اشياء ثلاثية لابعاد. يعني مثلا يضيف لشيء زي الصورة ثلاثية لابعاد. لاحظ معا. كلها ثلاثية. لاحظ معا. اصلا تلسم معا. يعني اشياء ثلاثية سبع زي الوراب. العربية لنا اصلا لاحظ. العربية لنا اصلا. العربية لنا اصلا. العربية لنا اصلا. على التأسينimen. صراحة راح يخلي فيديوهاتك ابداءها هي جدا. جدا. العربية لنا اسم اصلا شوف fork close همودتي عندها. العربية لنا اسم اصلا ب Rivieneado. راح علي بعده هنا اه آآ خبنا شوف ايش عليش يالي اعطناها. تقسيمات وانتفالات وتقطع بالعرب. هنا بعد الليلة للدوائر. عربية لنا اسمه اسمه. هذه كلها يعني تقدر تصميمها في فيديوهاتك بشكل عام ايش الفيديو اللي تستعر عليك. تاخذ الانتقالات المهويزة بين فيديو وفيديو. العربية لنا اسمه اسمه. العربية لنا اسمه اسمه. شوف مع بعض. كلها صراحة جميلة جدا وابداعية لتوفر عليك. فهنا نحن 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 نح يستخدم هذا التأسير طبقها. العربية لنا اسمار. زين انفجار. العربية لنا اسمار. زين انفجار. طبعا نتربطه. بين اكسر. اكسير. انا اعطيني ماسك معين. هذا دائما استخدمه في فيديوهات الموشن. دائما هذي في انتقالات الموشن تكون موجودة. انتقالات الموشن غرافيك. ستأسرتها السواء. نسميه تأسرات السواء. رهيبة جدا جدا اتعطيك انتقال سلسنة عمليه الفيديو. هو البساطة. لاحظة ما. هذا انتقال الجميل. عربي لنا اسمه اصلا. عربي لنا اسمه اصلا. عربي لنا اسمه اصلا. او هاد. شو بجوعة من الفيديوهات هذه كلها تساعدك في صناعة انتقالات احترافية. سوشيل ميديا هنا يضطيك انتقالات خاصة في السوشيل ميديا يعني الاعجابات واللايكات والاشياء الفكارية. ما اللي انت تقدر تستميل منها. انا درم تفاصل اللغة العربية لنا اسمه اصلا. يا السلام. مجوعة من اللايكات تعطيك انتقال احترافي. يعني مغفر لكل شيء كبقى. اكبر الكلش تحتاجك من اشياء سينمائية من اشياء احترافية من اشياء ابداعية من اشياء. لاحظ معنا هنا متفاصل اللغة العربية لنا اسمه اصلا. يا السلام. شغل. شغل مع بعض بس. شغل عربية لنا. كطال لايكات سلسيت الابعاد. هنا كاميرا تفتح وتقفل. اه تسجل بيديو وسنان. صراحة. شيء يبداعي يبداعي. اصلا باللغة العربية لنا اسمه اصلا. يا السلام. هذه كلها يعني خاصة في الانتقالات على يعني كيف راح نستخدمها انت تستخدمها بطريقتك اللي انت تناسب في الفيديو الخاصة. الله يهل وسهلا بكم تخالي وليون يتعلم كيف نضيل الفكتات على اي فيديو تشغلين عليه في كبكات. ما في شخص محترف الا ويستخدم على الفكتات بطريقة الابداعية والاحترافية. عندنا الفكتات كيف نستفيد منها? اول شي عندي هذه القائمة لان امفرغ انا فيديو. تمام? هذا القائمة. كيف راح نستطيع الفكتات? الفكتات راح اطبقها على جزء من فيديو على فيديو معين. مثلا عندي البلور. عايز اضيف كل نوجة لوري الخلفية. شوف لها معي. اضيف بنور الخلفية. افرغ الفيديو. واضيفه على الطبق الخلفية. راح اعطيني نور الخلفية. مثل ما شوف مع بعض. وحيعطيني كأنه انا مصور في هذا الكاميرا احترافيا. لاحظ معا. شوف قبل وبعد. هذا بعد. هذا قبل. وهذه بعد. اقدر ازود البلور. هذا الشكل راح يعطيني فيديو احترافي كأنه مصور على الكاميرا. احترافي اقدر ازيد البلور بهذا الشكل شوف معا. يعني صراحة قمة في الابداع. سألنا عم لاحظ قبل. لاحظ بعد. انا طبعا بعد بفرغة الخلفية. انا تستفيد من عندما انت تتفرغ الخلفية وتحط على جزء معين من الفيديو بلور. بقدر اضيفها على الجزء معين. تقصم و تقطع و اضيفها على الجزء معين. مسلا انا اضيف الان تأثير ثاني. واستطرنا ن تأثير الان لاضاءة هذه قبل وشي شفناها مع بعض. بقدر نضيفها على كل الفيديو. مع مصور يعني انتقال. اضيف الاضاءة على الفيديو نفسه. كبه فيه شرحناه كانتقال. الانتقال ما دير اضيف فاوغل فيديو لا. الان نضيفها ايش? كتأثير او فلتر فاوغل فيديو نتش. واجهة مبيزة لكل شخص يتخليها بطيئة. كيف يضيف الكاب? كيف تتحكم في لباسة حقها. فانت حر بشين على. هنا في عندك تأثيرات بصرية اكثر احترافية اكثر تأثير مثلا عند البرق. تأثير البرق بعدما تجيب تأثير جاهز. تأثير البرق. تابش على طبعا هذا مع الصوت راح يعطيك شيء محتراف. ان التأثير خاص في الكاميرا. زي في كاميرا انت تتصور الفيديو معين. يبقى على تأثير محمل اثنان نويز هنا. يعني يعطي نويز على جزء من الفيديو. دائما شغل في هذه الفيديوهات السينمائية يعطيك شيء يعني نويز على جزء من الفيديو. مو انتقال لا تأثير على جزء. على هذا مهمية جدا يعني خاصة مع الصوت راح يعطيك شيء باحترافي جدا. شوف هنا يبدأ لو مباحث ويبدأ على دائما نشوف على هذه. انه نزل تاحها طبعا نشوف ما هنا مثل هنا مجموعة من الافكتات والانتقالات اللي بس ستساعد على تكرار الفيديو بهذا الشركة او على افضل الفيكت اضفها للينز طريقة استخدام ومبادئ استخدام وكيف راح تستخدمها على مجموعة من الفيديو. هنا يعطيني زيت التوضج على الشخصيين شوك مع لان مؤخر. بس هنا حطوات خلفية هنا. راح تنزيل لون الازرق والخلفية. يازل كل شخص مفتن بياس سمع ماذا دائما نشوفه في دائما بعد نشوف فيديوهات حس زي النعومة في الفيديو. شخص مفتن بياس. لو تحطو فوق بعض. طبعا تقدر تخفف منه. كيف يضيف على. يعطيك زي النعومة للفيديو. لو شف واحد ثاني طبعا هنا بلور. هذا البلور. منزيل لي قبل شوي شرحنا بس لكن هذا بلور اكثر احترافية من الاول لاحظ معي. ما تقدر يعني ما تقدر ستتحكم في الدخول اللي هنبايج يبيلك البلور كيف راح يكون هذا الطريقة الاحترافية. شيف كيف تأسيرنا سألها مع بعض. كنهم جابلت مفاجئة او زيادة البلور. هذا الشيء ويزل كل شخص مفتن بياس هنا تلزل تحت بعض تلاقي مجموعة من الفكتات هنا الاينارة والاضاءة اللي شفنا شرحنا دول فيه هنا مجموعة من الاضاءات الخاصة في الفيديوهات قدر تطبق على اي بيدي معين بدن ما تروح الجبا كورو ملا اخضروا تحط عندها شيئة معينة راح يتم تطبيقها. وايجي اويا فيها اشياء الخاصة في الخواطر والفيديوهات اللي فيها كلام اه طويل وزي البودكاست فتقدر تستفيد منها بهذه الغلتات الجميلة لانك تقدر تخليهم استمر على الفيديو وانكررها بشكل اه نهائي. تمام. هنا زي في انه في شمس داخل على على الشخص اللي تتكلم. شوف لاحظ معي كانو زيء اضاءة الشمس. يا سلام على البداع تقدر تتحكم في اسبيد الخاص فيها. وكانو في شمس جاية وبساطة على جزء من الفيديو. لو كانو في نخل جاية على الشخص الموجود داخل الفيديو. قلنا نشوف مع بعض شوفك ان في زي تأثير النخل او شجرة النخل على الفيديو. وهنا زي تأثير دخول اه انوار واضاءات اه حادة. زي ما شوفنا مع بعض. كانو نرى الشمس داخل. يا علم. فكرة تتحكم في ايش في تفاصيلها وقوة تأثير على الفيديو. طبعا في كثير من الانتقالات الافكتات الاحترافية. كل ما نزلت تحت كل ما لقيت مجموعة كبيرة ومبصلة من التأثيرات اللي انت تستفيد منها على اي فيديو شغال عين. لاحظ معاني الان بعد ما يتم تطبيق هذا التأثير وتنزيله كيف راح يتبوغ. زي تتسرج وتكسير القنزاز. وتنماء الفيديو على التصوير او اثير. حتى نتصور شي. اهام لو روح على الفين ومربعة وشترين هنا يعطيك احتفالات والاشياء خاصة باللعابة النارية واللعابة النارية. في كل اشياء خاصة في المونتاج الاحتراف. الروح القايمة والنختم فيها حناقتنا لهذا اليوم من قلصنا القايمة الشرح في التارس قايمة ترانزيشين وقايمة افكت روح على ستيكر. ستيكرز هالي من اشياء نستمد منها في اضافات على الفيديو مثلا نضيف دائرة نضيف سهم نضيف اه شخص اشير نضيف اشياء افوكاهية مثلا سهم تقدر تبحث انه مثلا او موجي في مجموعة من ستيكرز الخاصة تقدر تستمد منها بطريقة رائعة وهذه غير موجودة على اي برنامج منتاج ان ترح تتصالعي مثل 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 اكتر برامج المونتاج الاحترافية لنعرك وبعضنا واصلا تم تأسيس هذا البرنامج على انه خاص بصناع المحتوى يستفيد منه في صناعة المحتوى وتوفير اكبر حزمة من كامل الادوات اللي يستخدمونها في صناع المحتوى من ستيكرز من ترانزيشين من من الفلاتر كلها صراحة احترافية شوف هنا يوفر القائمة من الامو جي الاحترافي ثلاثية لابعاد ان تقدر استفيد من الفيديوهات الفوكاهية واللي نقدر نضيف بها مشاعر اكثر عن طريق الامو جي فتقدر تأخذها وتستفيد منها هنا الدائرة مثلا اشرح عن شي معين في الفيديو اجيب الدائرة هذه واستخدمها واشتر عليها مثلا على هذا الجزء فانت بدلا تروح تجيب كراما فارضغ لكراما نزدل الفيديو فانت الان موجود عندك مجموعة من ستيكرز اللي يجب ان تستفيد منها واتطبقها على اي فيديو عندك على المونتاج في كابكات شوك لاعب معاين طبعا يجب تحكم في اسكيل تضيف لها انتقال وانيميشن مثل ما اتفاقنا مع بعض في درس الانيميشن كأنضيب الانيميشن لأي شي خاص فينا سواء ستيكرز او فيديو او نص في حلقة الانيميشن لاغون كميع الحلقات في وصف الفيديو من بداية الكورس الى نهاية الكورس عشان تابعوا معنا مع بعض وهنا مجموعة من الستيكرات الموجودة مثلا هذا اشتراك اشتراك في اليوتيوب مثلا هنا ايكون مجموعة من ايوكونات الطبية الاسهم الاشياء الخاصة في الجوقات فما يجب موعة لا منتهية هنا مثلا الموارد يعني صراحة يوفر لك اشياء كبيرة جدا 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 وادوات واسعة جدا من استيكرز هو اه لا منتهية وكل شي تحتاجه من استيكرز موجود عندك مثلا هنا هذا السهم والتأثير البسيط الخاص في ميديوهات الموشن مثلا اذا اضيفكم هنا مثلا اتعجب او اتكلم عن شي معين يس هلا اتعجب معين التأثير كيف فهذه كلها جاهزة وانيميشن بانيميشن جاهز واحتراف هذه دائما نشوف في فوق كيف انت تتكلم عن شي وانا اصبت بالدوار فهذا التأثير تصاب بالدوار انا اصبت بالدوار من صراحة من كمية الافكتات والاقوائم الموجودة داخل احترافية ابداعية بقمة الروعة يعني توفر عليك وقت ومجهود كبير اه صراحة وفر وقت ومجهود كبير لصناع المحتوى والاشخاص المجتمع في صناعة دائما يدوهات بشكل يومي اللي يحتاجون يصنعون ميديوهات سريعة واحترافية فيقدر يستخدموا كاب كات لاحظ معي هذا الجميل الجميل اللي يعطيه اوكي ونجمع فكلها ابداعية كلها افداعية مجموعة من الاستيكرز لتستخدموا مجموعة لا منتهية من استيكرز وقابلة للتطوير وقابلة للتجديد وقابلة لإضافة من شركات كاب كات لا نو بشكل كل ما ينزلون اصدار جديد من كاب كات ينزلون لك ايش مجموعة من الاستيكرز الجديدة التي تقدر تستعمل منها في الفيديو ها تشوفوا لاحظ معي مجموعة كبيرة من استيكرز لامنتهية اهذا وسهلا بكم من جديد أسعد الله وقاتلكم بكل خير أنا شرحت في الكورس السابق في الحلقات السابقة كيف نستجد من القواءم كلها وأي وشيء التقسيمات الموجودة فيها عادي القائمة اليومى أو 550 موجودة في هذا القائمة اليسر وإيش ما يوجد عندها في الوسط عشان تفهم تطريق Celtic أسعك تراجع الحلقات السابقة الموجودة في وصف البير لأنها كل سلسلة مرتبطة بعضها في بعض الحلقة هذه مرتبطة فيها لقبلها أسعك أن تعذر الحلقات السابقة عشان تفهم تطريق America وكذلك تقدر تطلع نتائج احترافي من خلال هذا الكورس الاحترافي الان سنتعرف على قائبة فيها جميع خصائص الكلارز فيها جميع الأشياء الخاصة في تعديل ألوان الفيديو طبعا عندنا طريقتين للتعديل الألوان في أن طريقة احترافية تتبعها محترفين التلوين في طريقة عادية أتوقع الأغلب يستخدم الطريقة العادية الذي هي أن تطبق الألوان على الفيديو بشكل مباشر وهذا يعتقر خطأ من ويبدأ يطبق الألوان något يحدد الألوان على فيديوهات بشكل مباشر ويبدأ يطبق الألوان مثل ليش؟ لأن انت لا أدمرت الفيديو الأساسي الفيديو الأساسي في لذها했어 انا عندي خطأ. الآن مثلا زودت الاضاءة على بهذا الشكل. وزودت مثلا اللولا الاحمر وصار عندي مشكلة في الالوان. انا اقدر الان ارجع على قائمة ارجع على قائمة اقدر الغيها. اقدر اعدل فيها. واقدر اضيف اي حاجة مثل اقدر ارجع على الوان. واقدر العب في الالوان مجديد. بحيث انه اقدر استخدمها. واقدر كذلك انه اقسمها واخلي كل على قسم من فيديو معين عندي. تاحد مثلا كان ساني مجوعة فيديوهات فيها الوانها مختلفة واضاءاتها مختلفة فاقدر اعدل على كل قسم حسب الاجسة الموجودة عندي. لكن انا لو طبقت على كل الفيديوهات بهذا الشكل وجهت ان اعدل لون معين واعدل لضاءة معينة. فراح يتدمر عندي كل الفيديوهات تدمر عندي لتطبق على نفس الافيكة. عشان اقدر ارجع من جديد اعدل كل الاشياء الموجودة على الفيديو فراح ممكن تروح عندي اشياء كثيرة جدا جدا. فكان عندي فيديو مدة ساعة او ساعتين وثلاث ساعات ومصور بطرق اماكن مختلفة. فهذا الشي راح انك هذا الشي راح يخذك تضطر انه تحذف كل الخطوات اللي سويتها في المونتاج وترجع على كل فيديو وتلونه من جديد وهذا راح يعني ياخذ من وقتك ورح يتعبك ورح يسبب مجهود. عشان كده انا شرحت لكم الطريقة الاولى هي طريقة المبتلين لما يعرفونها. يعني يطبقون تأثيرات الالوان على الفيديوهات بشكل مباشر. لا. طريقة الاحترافية نستخدمها المحترفين ونستخدمها في المونتاج بطرق احترافية انك تطبق الالوان على عشان ايش اذا صار عندك مشكلة في اي فيديو معين ترجع اه تعدل على اي جزئية معينة بدون ما تأثر على جميع ناصر الفيديو الاساسية ان هي موجودة عندك فهم. بس اطب في لاحظ انه رجع عندي الفيديو على ما كان عليه امام. بس لك انا مزود الان الاضاءة. ارجع على الفيديو على طبيعة تو. خلونا نبدأ الان بالالوان انا بس شرحت الفكرة الاساسية من اضافة وليش انا اطبق الالوان على ما يخليك تدمر الفيديو يعني ما تدمر العنصر الاساسي الفيديو الاساسي. الفيديو الاساسي يظن الخام لو انا زي في قائمة يظن عندي الخام. اروح على قائمة اقدر انا اضيف وعد لكل شيء اريده على قائمة وهذا الغاية وهذا الشيء الاساسي من قائمة لازم انت تفهمها في كل مرة برامجة منتاج راح تواجه قائمة حيث انك تضيفها طبقة اضافية فوق الفيديوهات او فوق العاصر انك عايزة تلونها او تضيف عليها افكتات معينة. الان نبدأ في التلوين. اول قائمة عندنا من هي قائمة البيسك. عندنا اه عندنا اكثر من عنصر تمام على قائمة اجستمنت. اول خانة تجينا في قائمة البيسك هي كولورز ماتش. هذا في البرو لو اضيفه الان راح هذا يبدأ بالذكاء الاصطناعي يضيف لك الالوان ويعدلها عن طريبه مثل سليكس فروم فيديو. هذا الفيديو مثلا تمام. اعطي اوكي راح يبدأ هو يضبط الالوان بطريقة وطريبته اللي انت شوف لها معيك بطاني الالوان. هذا سميها اه كولور ماتش يعني يضيف لك الالوان ويضيف لك طبقات الالوان بشكل مباشر. لو ارجع مثل الفيديو السابق. لاحظ ما يرجع الفيديو مثل ما كان. هذا يعني تستخدمه في البرو يعني ما راح يخليك تستخدم فيه في التطبيق كوكات المجاني. يعني تستفيد مثل ما شفنا مع بعضها شفنا مع بعضها نستفيد منه في اضافة جزء اضافة اه تشبع لالوان تشبع للالوان على الفيديو بهذا الشكل يعني نقدر اضيف قودة ولون معين. مثل ما شفنا مع بعض هذا التأثير البسيط اللي طار معنا. طيب بعد ما راح نستفيدنا منه بشكل اه اساسي. الشيء الاساسي طبعا الشيء الاساسي ما نستفيد منه هو القوام هذه اللي موجودة في الاسفل. تمام? عشان نقدر نشرحها الان. طيب. الان قائمة لوت. لوت هي عبارة عن افكتات خارجية تجيبها انت على تطبيقات خارجية وقوالبها جاهزة ملونة تجيبها على تطبيقها بكت. وتكون هي يعني ملونة جاهزة مطبقة فيها التلوين مثل قائمة جاهزة طيفة فقط مباشرة فوق الفيديو. تبدأ بتلوين الفيديوهات. الطريقة طبعا هذه في تستخدمها في الفيديوهات المصورة بطرق معينة وبأشياء معينة. لو انزل تحت على هي الاشياء المهمة عندي قائمة اڤيستمنت. قائمة اڤيستمنت من هي الاشياء الاساسية اللي راح اشرحها وافصل به اكثر هي القائمة الرئيسية في تلوين الفيديوهات. مثل عندنا اللون الازرق هذي تتحكم فيه اللون الازرق والاسرق مثلا انت شفت عندك فيه الفيديو اللون الاصفر طاغي او الازرق طاغي مثلا عندي الان هنا الاحظ انه في لون اصفر طاغي. فانا اقدر اسحب هذا الشكل واقدر ارجع الصورة الوضحة الطبيعية. فمثلا اقدر اسحب اللون الاصفر وخلي اللون طبيعي الى اللون الازرق ويعطيني نوع من التجانس في الالوان مثل ما نشوق مع بعض لو رجع اللون الاصفر راح تلاحظ ان اللون الاصفر طاغي شوية فانا اعطيه شوي من لون الازرق عشان نصير في تناسب بين اللون الاصفر والازرق اذا شفت عندك اللون اخضر طاغي في البيديو مثلا بعض احيان يتصور في انارة خضرة عندك او في المكان فممكن تزيد البنفسجي او اذا كان عندك ATHAN زائد كنت صور فيها ماكن فيها بنفسج زائد فتسحب الى اليسار عشان يصير في تناسبة الالوان الان ما عندي الالو الاخضر ولا لون بنفسجي محدlocks انا خضنيها مثل وضعها الطبيعي لكن قد زائد اللون الاصفر فانا سัب فالتجاه اللون الاثراف عشان يكون عندي تجانس في الالوان اللون الاحمر هو الساتورياشن كل شيء اللون الاحمر عندك في الفيديو وراح يبدأ في التشبع وزيادة في اللون الاحمر لاحظ معي كل شيء يعني من درجات للن احمر راح يصير فيه تشبع. فهذا ممكن تزيدو الى حبتين او ثلاث حبات عشان درجتين الى ثلاث درجات عشان ما يخرب لك الفيديو. مثل تريد سوي بها تان فامتى ممكن تشيل هذا اللون بشكل كامل فراح يروح عندك كله كل شيء لونه احمر ودرجات الحمر. خلي زيادة حبتين خلي زيادة درجتين كويس تمام. راح لقائمة هي عبارة عن الاضاءات وتعديل الشادو وتعديل الشاربين والقائمة هي قائمة الشاربين والحدة والاشياء التابعة لها قائمة لايتس هي عبارة عن الاشياء خاصة في الهاي لايت الشادو والوايتس البلاك الالومين ستيشن فهذه كلها قائمة خاصة فيها الاضاءة من المهم منك تعرف اضاءة الفيديو. انا اضاءة الفيديو عندي هنا خافتة شوية مثل نشوفها مع بعض. فيها خفتان شوية. هذا خفتان راح يخرب لي الفيديو. خلا يشوفه وشيانا معدل اضاءة هنا. ما يمعدل كل شيء تمام. هي عندي الفيديو الخام. انا الان لازم اعدل الوان او اضاءة الفيديو بحيث تكون مناسبة معي. وواضحة للشخص اللي شوفه الفيديو. اول شي روح على الاول خيار ازيد شوية. ازيد شوية نسبة الاضاءة خليها مثلا الى خمسة وعشرين عشان او واحد وعشرين عشان تكون معي افضل. الكونتراست هي عبارة عن تشبع الالوان يعني تشبع الاجزاء معين من الالوان شوف لاحظ مع بعض كيف راح يشبع معك الصورة. فهي زيادة بحدة الاشياء. لحدة الوان الاشياء الموجودة او بهتان عكس الحدة تمام. هذه نزيدها درجتين. عشان يعطيني اللون البني واللون الاصفر والالوان هذه زيادة غمقان شوية في الوانها. هي الالوان الساطعة. اقدر انا ازيد السطوع. لاحظ معين اللون الابيض صار زايد اكثر. هي الاماكن التي تستطع فيها الانوار او الاشياء لونها ابيض. فانا اقدر اخففها وقدر ازودها. فانا راح اخففها وبشكل عام لازم تخففها درجة او درجة لها عشان ما يسبب لك في الفيديو. الشادو هي المناطق اللي فيها الظل. تقدر ازيدها لو ازيدها راح تشوف ايش يصير معين يروح كل شي في وظل يختفي من الفيديو. مثلا عندي ظل في الفيديو عايز اشيله فاقدر ازيد النسبة واقدر اه نقصها عشان يزيد الاماكن فيها الشادو. فانا اقدر ازيدها شوي عشان اشيل الاماكن اللي فيها الشادو. مثلا عندي هنا الشادو في ميضة الصورة. فاقدر ازيدها واقدر اخففها عشان تزيد عندي او تخف عندي وزيد عندي اماكن الشادو. لو انقصها لاحظ اللون الاسود يزيد عندي. فلو ازيدها راح تلاحظ انه الشادو راح يخف معي. فانا راح ازيدها اربع درجات عشان كل شي في وظل يروح معي. تمام? هو اللون الابيض الساطة. لاحظ معي كيف? اذا زودته اكثر راح يزيد اللون الابيض الساطة لو خففته راح يخف اللون الابيض الساطة. الان الامور عندي متوازنة ممكن ازيده درجة واحدة بس. واخلي على وضع. البلاك هو اللون الاسود الرامق. يعني ايشي فيه وغامقان قريب لللون الاسود راح يزيد معك او تنقصه. لو ازود الان راح يروح معي اللون الاسود يخف يعني يصير زي البياض في الفيديو. لو نقص للاخر راح تلاحظ انه اللون الاسود والقريب من اللون الاسود صار اسود مرة. فانا راح اخفف يعني يخلي سالب اربعة وسالب ثلاثة عشان يكون اللون الاسود عندي قوي. هي عبارة عن تشبع الالوان في الفيديو بشكل عام. يغطيك زي التشبع والاحتراق للفيديو. تلاحظ معي كيف صار اللون يعني مرة كانه محترق كانه زايد. لو اخفف راح تلاحظ نفس التشبع نفس سطوع في حدة الالوان. فهذا ممكن انت تخلي سالب ثلاثة او تخلي موجب زي درجتين عشان يكون عنده افضل. كل فيديو له طريقة معينة. بهذا الفيديو راح تخلي موجب. ممكن ارجع بعد شوية بعد ما اسوى الخلطة النهائية. ممكن ارجع نقص حسب ما انا اشوف بدلنا الطريقة النهائية في الفيديو. الشاربن من الاشياء المهمة جدا هي الحدة قائمة الفيكت. الشاربن من الاشياء المهمة جدا انك نزيد حدة الفيديو ولكن ما ادخله لتتعدى سبعة وعشرين ستة وعشرين لالوزا لوتا اكثر راح تلاحظ انه الفيديو واضح انه فيه مشكلة. لكن اه اقل اقل درجة ممكنة وانت تدخل لك في درجة الامان هي خمسة وعشرين الى الثلاثين كاقصى حد يعني عشان تكون بدرجة الامان خمسة وعشرين الى ثلاثين وحسب كل فيديو جودة تقول فيديو تبع? روحة اللي بعدها اللي بعدها هي اضافة زي للصورة هي حدة قائمة من قوابع الحدة لكن ايش تعطيك اكثر اه تشوف الصورة تصير فيها زي الزي التماسك كأنه تلاحظ انه فيه مشكلة في الفيديو ذلك وزوجته للاخر لكن احنا ناخد طريقة الامان نزودها ثلاث حبات ثلاث درجات نزودها نزودها ثلاث درجات عشان ما تخرب الفيديو والاشياء الخاصة في الميديو روحة اللي طائمة بعدها هي تضيف لك زي النويز في الفيديو ولاحظ معي زي النويز ما رح نستخدمها نهائي الفيد نفس الموضوع زي البهتان في الفيديو وما رح نستخدمها في الفيديو اللي عندنا طبعا هنا هذي نستخدمها بشكل عام اللي هي اضافة حواب لونها اسودة وبيض في الفيديوهات غالبا نستخدمها ضيط شيء بسيط يعني ما يأثر على الفيديو بهذا الشكل تمام يعني ثمان درجات الى ست درجات بحيث انه ايش يعطيك زي الاطراف انها تكون سودة عشان يعطيك تباين باللون السودة والالوان اللي تكون في عمق الفيديو الان وصلنا لدرجة جميلة في التلوين واقدر اعيد واضيف وعدل اذا شفت الامور مضابطة معي الان لو اطفي واشوف قبل وبعد لاحظ معي قبل لاحظ معي بعد النتيجة هل صراحة النتيجة كانت صارت معي ابداعية شوف معي هذا قبل الوطف الاجستمنت وهذا بعد من فواد الاجستمنت انا الان لو عندي مشكلة في جزء معين من الالوان اقدر اعدل علي واضيف وابدل لكن لو انا مطبق الالوان على الفيديو هذا المتبعش راح تلك بالبداية راح اضطرني ارجع ارجع كل الخطوات السابقة وابدأ احدد فيديو معين واعدل علي وهذا راح يكون معي يعني راح يكون معي عقبة كبيرة ويشكلي عقبة في التلوين وفي تعديل الفيديو وراح اضطرني ارجع وضيع وقتي واقع مني جهد كبير ومجهود كبير جدا على تعديل ولكن اجستمنت راح يوفر عليك الوقت والجهود انك ترجع وتعدل على راح تك تمام لاحظ مع النتيجة كيف صارت قبل وبعد فالموضوع صار جميل جدا حصلنا على نتيجة حلوة مع بعض لو اشوفها الان واشغل شوف نتيجة هذه بعد وهذه قبل يعني صراحة طال الان حصلنا نتائج احترافية في التلوين لاحظ معي كيف الالوان طبعا في الان مرحلة ثاني مرحلة الثاني يو اس ال هذه من الاشياء المهمة جدا في التلوين انك تتحكم في لون معين مثلا انا يا مشان اعيز اسحب اللون الزهري هذا اللون الزهري عايز اسحبه او عايز ازيد لونه كيفين الان من قابلة اليو انك تتحكم في الالوان على حدة يعني عندك الوان معينة اقدر اتحكم في اقدر اسحبه واقدر ازيدها واقدر اتحكم في تشبع او البهتان الخاصة من عنده اللون الاحمر ودرجات اللون الاحمر من درجات اللون الاحمر اللون الزهري والالوان الزهرية واللون الاحمر الغامق والفاتح كلها تعتمد من درجات اللون الاحمر لو ازيدها لاحظ معي اللون الاحمر كيف يزيد تمام? طيب من درجات الزهري الزهري هذا لو ازيد شوية راح اتلاحظه اللون يتغير عندي مثلا انا عايز اغير فقط اللون الزهري صار عندي الان قريب للبنفسجي لو ازيده اكثر يصير عندي قريب للاصفر فانا عايز اللون يكون طبيعي هو قريب للزهري فانا راح ازيد اللون شوية شوف لاحظ معي صار معي افضل واحسن من اول تمام ايش اللون الثاني اللي انا استفد منه بهذا القائمة ما اضع عندي لون احمر ممكن ازيد اللون احمر درجة بس عشان يعطيني اكثر اللون الاصفر تشبع اللون الزهري اكثر اروح اللي بعده عشان نحصل اللون البرتقالي هذا شوف مين اي قائمة قائمة اللون البرتقالي هل هي في الاحمر ام في الاصفر هذا هي قائمة البرتقالي بهذا موجودة هذه هي تمام لو ازيد لاحظ معي هذه قائمة البرتقال لو اخفف راح ينسهب عندي اللون البرتقالي باتما اشوف مع بعض لو ازيدها بهذا الشكل راح يزيد عندي اللون البرتقالي بهذا الشكل يعني صراحة ثم في الإبداع أنك تفهم هذه الأمور ثم في الرواع أنك تقدر تعدل لون معين على تطبيق كبكات شوف الإمكانيات الرائعة على تطبيق كبكات الإمكانيات الكبيرة والإمكانيات الاحترافية يعني الآن أنا زيدي درجة اللون البرتقالي يعني للدرجة بحيث أنه ما أثر على جميع الأسر الفيديو أروح على اللون الأصفر إيش عندي هنا؟ عندي لون أصفر ما عندي لون أصفر لكن عندي لون أخضر اللون الأخضر هذا نشوفه مع بعض هذا الأخضر وهذا الأفضر أقدر أتحكم فيه من هذا المكان وهذا الشكل لكن سبب لي مشكلة في اللون برتقالي أروح على اللي بعد طبعا هنا اللون الأصفر وعند عندي هذه اللون الأصفر أو من درجات اللون الأصفر أقدر أني أتحكم فيها شوف أنا استحبت اللون الأصفر أدري فيها وهنا في سطوع أصفر فأقدر أتحكم فيه أقدر أزيده وأقدر أتحكم فيه فأقدر أخليه مثل ما كانوا هنا شوف لها المعاي برتقالي هنا صار برتقالي أكثر فأنا أقدر أتحكم فيه مكان واروح على اللون الاخضر اتحكم في اللون الاخضر على شكل فردي من هذا مكان احسن فلاحظ معي اروح على اللون الاخضر هذا ازيد القائمة لاحظ معي لو ازيد لو اسحب راح يروح على اللون الاخضر لو ازيد راح يزيد معي اللون الاخضر شوف الجمال يعني يسحب لك فقط اللون الاخضر وهذا يعتبر يعني من اسازيات التنوين في اي فيديو عندك على تطريق كوكات اللون الازرق طبعا عندي من درجات اللون الازرق البنفسجي هذا اللون البنفسجي ورق التحفة هذه يعني يعتبر من درجاتها بنفسها من هذه الدرجات ما عندي لون أزرق حتى هنا ما عندي لون أزرق لكن عندي لون أزرق قوي بالساعة الموجودة وفي القدم بعد مكان شوف لاحظ معي فلو قدمت الفيديو واذا في لون أزرق في الفيديو فأنت ممكن تستفيد من اللون أزرق سزيد حدة اللون أزرق بها هذا الشكل لاحظ معي لو أسحب راح يسحب مع اللون لو أزيد راح يزيد معي اللون أزرق ويصير أكثر وضوح تمام وصلنا المرحلة حلوة أرجع للون الأخضر على اللون البنفسجي. هذا اللون البنفسجي اقدر ازيده شوية واقدر اخفوه. بهذا الشكل اغير بهذا الشكل احط لونه بهذا الشكل. عشان سيكتناسق بين لون هاد واللون الزهري هاد. تمام? يعني خلنا بنفسجي تقدر تخليه ازرق قريب للبنفسجي قريب للازرق وهذا الشكل. لكن اللون هذا احسن له بنفسجي خليه على لونه الطبيعي. وازيد حدته شوية بهذا مكان. تمام? يا سلام. طيب اشوف ايش اندي اشياء ثاني ازيد حدتها مثلا. انا زدت اللون الازرق خالص. تمام? كل شيء تمام عندي مقامة هي هي الاشياء اللي انت تصنع منها اه زي تدرج الالوان زي التنسيق في الالوان. لو اضفي الان عشان بس نلاحظ ايش قائمة الكير ايش نستفيد منها. مثلا عندي اللون الابيض هذا. تمام? هايز اصوله كير معين بهذا الشكل ارفع. تمام? لازم تحدد واشياء الفيديو. ارجع الفيديو. اجيب طبقة اه الجسم ثانية. واطبق عليها الكير. عشان اذا اصار عندي مشكلة. بس نشوف كيف راح نتحكم في الكير. تمام? انا الان موجود على طبقة الان موجود على طبقة الجسم الثانية. تمام? اروح افضل قطارة. مثلا انت اللون الابيض هذا. عايز ازيده. لاحظ معي. كيف صار اللون معي? اقدر اضيف نقطة ثانية مثلا. اللون الاسود. خفف شوي بعد الشكل. فراح يصير معي تناسق في الالوان. مثلا افضل قطارة اللون الزهري هذا. لاحظ معي. سويت انا كير. طفي. شوف بعد وقبض. فهذا الكير بيتحكم لك في الالوان على شكل كير. تمام? على شكل اسلوب معين. فتقدر انت تستفيد منها في الالوان. طبعا نفض درجات اللون الابيض بالبداية. طبعا تقدر تتحكم فيها تحذف جزء معين. اذا ما عجبتك مثلا النقطة هذي ما عجبتك. النقطة هذي مثلا ما عجبتك. الان راح تحكم فقط باللون الابيض ودرجات اللون الابيض. الاسود. والابيض. ازيد الاميض هذا الشكل. وخفف الاسود. هذا الشكل تمام. اروح على اللون الاحمر. اللون الاحمر لدرجات اللون الاحمر. درجات الافضر ودرجات اللون الازرب. اللون الاحمر طبعا من درجات هو اللون الزهري هذا. ونعطاني هنا. ازيد شويا راح يزيد اللون الاحمر معي. لو اخفف من الاسفل راح يخف معي. لو ازيد من هنا راح يزيد من اللون الاحمر. لو اخفف راح يخف اللون الاحمر وتجاه اللون الاخضر. فانا راح افض نقطة معين بس. هذي النقطة. ازيدها بس. واخفف شوي من هنا. خلونا نتجاه اللون الاخبع عشان ما يسر معي مشاكل. لاحظ معي كيف صار التشوع. طفي. طبعا لننزود اللون الابيض هنا فوق. خلونا ننقص اللون الابيض. طيب. الان الكير. ايه متن ما شفنا مع بعض كيف نتحكى في الكير. كيف نستبيل من الكير. وهذا الطريقة يعني هي الطريقة بسيطة جدا جدا. اللون الاخضر مثلا اخذ اللون الاخضر. مثلا عندي عايز اللون الاخضر هذا عايز ارفعه. تمام? نقطة شوي. اسحب. يصر معي اللون الاخضر لك يتطبق على جميع اجزاء الفيديو. هاد المشكلة فيه. تمام? اريد ارجع ارجع بهذا الشكل. لو اريد اصحب لون اخضر كامل. يعني اللون المعاجب من اللون اخضر. اسحب لتحت. لو ازد اللون اخضر ارفعه فوق. فانت شفت الفيديو في لون اخضر زايد. فاتريد اصحب بهذا الشكل. تمام? مسلا عندي لون اخضر زايد. فاقدر اسحب اللون اخضروا هذا الشكل فيزن لدي وضوح الصورة. تمام? اروح لون الازرق بهذا الشكل. لون الازرق مسلا ما شرحنا مع بعض. اي شيء لون الازرق عندك مسلا الساعة. اخذ قطارة اروح الساعة. والقلب. راح يطيني اللون الازرق. ارفع على فوق راح يزيد اللون الازرق. انا زل راح يزيد اللون الاصفر. يعني عملية عكسية للاشياء. فهذه طعمة الكير. كولر وايل. كولر وايل. كولر وايل. تتحكم في الأجزاء معينة من الألوان. الخاصة في الشادو. الخاصة في الخاصة في كل هذه الأشياء. انت تقدر تتحكم فيها مثلا. تتحكم في الزاوية الخاصة في اللون ودرجة اللون بهذا الشكل. فق مع بعض انا لو حرك الدائرة بهذا الشكل. راح يبدأ يتحرك معي يزيد اللون على الجهة اللي انا اشتر عليه مثلا لون الازرق يروح على لون الازرق احمر يروح على احمر. اصفر اخذ يروح على الاخضر. بهذا الطبيق بعد الشكل تمام. تحصل على اه الوان معينة على جهة معينة. طبعا تزيدها حبات لكن انا الشغل بس اشرح كيف انت تتحكم فيها بس. تمام? شوف مع بعض كيف? تقريبا كلها هي متشابهة مع بعضها. هذا القائمة بشكل عام ما راح ما استفيد منها بشكل كبير لكن اكثر شيء نستجد منه هو قائمة الكيربز قائمة الهيو اسيل قائمة البيس كهي الاشياء الرئيسية. انا لو اطفي الان الهي الكيربز بنو اشغل الفيديو اللي انا اكتشغل عليه بالبداية. لاحظ معي كيف النتائج مع بعض. صارت افضل بكثير من اول والنتائج معني حلوة. يعني الان الفيديو صار عندي جاهز فيه وبعض الملاحظات البسطة لكن ايش? طلعت بنتائج جميلة. لكن عندي الكيربز كانو هنا بسبب لي مشكلة. قنا نتأكد من الكيرب. الان ارسل ايه هذا الكيربز برجعه. شوف معي. ارجعت المكان الطبيعي. الان رجع مع الفيديو على وضعه الطبيعية. لو اشغل الكيربز راح تلاحظ ان الفيديو يصير اكثر اه يعني اكثر سطوع فيه الالوان. طفي الكيرب. راح يطفي معي تمام? هذا مفواد الاجستمنت. الان الفيديو صار جاهز معي معدل الوان جميلة. الوان كلها جاهزة ورائعة. لو شوف قبل وبعد. هذا قبل وهذا بعد. كل الاشياء لمعنى اختلفت تماما عن ما كانت عليه بالسابق. ان الوضع الطبيعي لاحظ معي كانت كيف الالوان وكيف عدلناها على سبيل كبكات وكيف حصنا نتائج حلوة من خلال قائمة البيس كومي خالق قائمة الهيو وسائل وقائمة الكيربز تمام? كل الاشياء هذه تعتبر من الاشياء الاحترافية في تعديل الوان على قائمة في تطبيق كبكات. فانت تقدر تستفيد منها وبتقدر تضيف لوتس. اذا انت حاب تضيف لوتس معين من الخارجة راح اشرحها في درس خاص فيها عشان نستفيد منها في الدروس الجاية. طبعا كل قائمة انت تقدر تستفيد منها وتعدل على اي شيء تحتاجه في قائمة طبعا انا عايز اعدل الوان بشرة. الوان بشرة طبعا تعديلها مختلف عن تعديل الوان المنتجات. مثلا لو اروح اجيب فيديو خاص فيه الان. مثلا عندي هذا الفيديو. اسحبه على كبكات. حط في الفيديو هذا انا عايز الون وانا كشخص يعني تلوين الشخصيات مختلف تماما عن تلوين. طبعا انا مصور في الستوديو الخاص فيه طبعا راح يكون في اضاءة وفي كل حاجة. انا عايز الون الفيديو هذا بطريقة احترافية واضبط البشرة واضبط تناسق الالوان بطرق احترافية على تطبيق كبكات. الامر البسط جدا نروح على قائمة البسك مثل ما شرح بالبداية. مثلا لاحظ عندي اللون. اللون احتاج اضاءة في المكان. واحتاج اللون الازرق ازيده شوية. هذا الشكل. واحتاج مثلا اللون الاخضر. لو ازيد اللون الاخضر راح يزيد اندلو الاخضر. ازيد من النفسجي بهذا الشكل راح يزيد اندل من النفسجي. لكن اخلي من البنفسجي شوي احسن. اللون الاحمر ازيد حبتين درجتين عشان يكون في عندي اللون احمر في المكان اللي احنا عندي هنا اضاءة حمرة فازيدها وراح ازيدها من قائمة الهيو اس الو عشان حصم نتائج حلوة مثلا ما شرح تبع البداية. طيب. بل عندي الاضاءة ازيد الاضاءة شوي. لانو اصلا اضاءة عندي خافته. واخفب الهايت لايتس والكنتراست ازيدها درجتين. والهايت لايتس اخفبها الى درجة اقصى درجة ممكن الى ستة وعشرين. الى ايداع عشت قريبا عشان تكون معي الامور تمام. شادو. اما اتقل في شادو هل ازيدها ولا اخففها انتو ايش رايكم? ازيد بهذا الشكل ولا اخففها بهذا الشكل ولا ازيد شوي بهذا الشكل انا ما اتقل في شادو. لا. راح اقصها درجتين عشان تكون اكثر وابعية معي. لو ازيد الهاي الوايتس راح تصيد زيد عندي الالوان الساطعة لو اخفف راح خف عندي في الفيديو. لكن انا راح ازيدها درجتين عشان يكون احسن. لون الاسود كل شي فيه لون اسود راح اخلي ناقص بهذا الشكل ولا اخلي سالب ولا اخلي موجب. راح اخلي سالب درجة واحدة كفية. الانو ستيشن راح اخليها مثلا سالب اتنين. الشار بين الحدة راح اخليها اربعة وعشرين. اشوف لو ازيدها راح تخرب معي الصورة بشكل نهاي الفيديو اخرب معي. لكن اخليها اثناش كويسة. واللي تحت خليها درجتين زايدة. والاضراف اللون اسودة خليها الى سبعة. بهذا الشكل الان الان بديت احصل نتائج حلوان. اروح على الهيو اس ال الهيو اس ال كلشي لونه احمر ازيده بهذا الشكل. داخل مع اللون الاحمر كيف زاد? كيف زادت الالوان الحمر على كلشي في لون احمر مع الشباح كيف صارت لون احمر? لو اخفف راح يخف معي ويروح مع اللون الاحمر لو ازيد راح يرجع معي اللون الاحمر. انا اخليها اطناعش عشان تكون حلوة معي. وما تكون يعني مبالغ فيها وتكون اوبر لا اخليها اطناعش او ثمانية كويس تمام? اللون الزهري فيه اللون الزهري طبعا اقدر احول للون الأحمر للون الزهري عن طريق التلعب للون أو حولي لون أصفر بهذا الشكل لكن أنا أخلي طبيعتها يكون أحسن راحة اللون الأورانج واللون البني واللون الأصفر درجات البني والأصفر ما في شيء دي درجات لون بني أضعير هذا الخلفية شوي ممكن أزيدها نلاحظ معي كيف يصير استطواليها لكن أخليها شوي زايدة واللون البشرة كذلك لونه أصفر أو لونه برتقالي فممكن أزيد كده راح يخرب معي لون البشرة لن نقص رح يخرب معي لون البشرة نخلي سالب حبة عشان يكون معي اي اختلاف بلون البشرة عن القميص عن لون الاحمر تمام اللون الاصفر هل عندي لون اصفر بالفيديو ما عندي لون اصفر اللون الاخضر عندي هنا خلفية في لون اخضر بسيط لكن ما واضح بالصورة الوزيدة لاحظوا انه فيه راح يزيد معي شوية لكن ما هو واضح زعيد تمام اللون الازراب كل الفيديو فيه لون ازراب فانا ممكن اروح واللون الفاتح فوق لون الازرق اللي هو غامقorn شوي فممكن ازيد التشبع عن لون الزرق لاحظة الخلفية في لون الازرق وهنا ميزين في لون الازرق و هنا ميزين في لون ازرق فانا ازيد تشبع عن لون الازرق لأقصى درجة ممكنة لانه هما راح يتحكم فقط في العلوان الازرق والدرجات اللون الازرق اللون بانفسجي اللون هنالس bijTuFicin PåN Arm كل الوان عندي ازهرق و احمر و اخضر و اه الوان ثانية بابسجي بابسجي فاتح وزهري ما عندي ابدا. الان وصلنا لدرجة حول كير بطبع راح استخدم يعني في المكان هذا كير بس لان لان مثلا الاضاءة خففة. ممكن ازيد الاضاءة درجة واحدة على الكير. درجة واحدة بس دفي. الاولاد احبر هل لازلني ازيده على الكير? لو ازيده راح يسبب لي مشاكل فانا اخلي مثل ما كان. ولا اخضر اخلي مثل ما كان ان يتحكم فيه بشكل فردي فقط انا زودت الاضاءة على الكير. ممكن هنا ازودها شوية اخضر لها في الوسط هذا الشكل. ممكن اخففها بالاجزاء معينة من الفيديو. فانا لو لاحظ ان الجزء هذا. هذا السفلي يحتاج اضاءة اكثر فراح اتحكم فيه شوي. شوف لاحظ معي. اتحكم فقط اجزاء معينة. ازيد الشادو فيها شوي. تمام. اذا اصدرت نتائج فلوة مثل ما احبناها مع ما نخفف طبعا الازراء. طبعا انا طبقت الان التلوين وين على الفيديو بشكل مباشر. هذا يعتبر خطأ يعني انا طبقت وين الفيديو ما طبقت الان لو ارجع اعز ارجع عدل جزء من الفيديو. وانا عندي مجموعة فيديوهات فهذا راح يشكل لي عقوب اه يشكل لي عقابة كبيرة في تلوين الفيديو. لكن ما علينا الان فقط انا اشرح بشكل سريع كيف نعدل الوان البشرة. من الاشياء حلوة على تطبيق كبكاتون يسبح لك انك اضيف لأ البشرة وانضيف نعومة للبشرة. من قابة الانيهالس نروح على فيديو روح على قابة انهانتس. والجميلة على تطبيق كبكاتون earbudsباح لكنك اضيفIGNور ونعمة للبشرة. اروح على قابة انهانتس من خيار الفيديو. من خيار اريد انهانس، بقينا اختار بعدينا اختار سموز للبشرة. راح نعومة للبشرة لما اخليها اربعة عشان ما تتأثر عندي البشرة بشكل عام لو ازيد راح تتأثر تلاحظ الشخص اللي شوفه بيديو انه في لغب في البشرة وفي تعديل واضح لكن انا اخليها بنسبة وابتناسب حيث انما يكون الامور عندي واضحة وزايدة فلاحظة الان التلوين قبل وبعد طفيه الان لو تريد الطفي التأثير قبل بعد ما راح تقدر تشوف قبل وبعد ليش لانه اساسا انت ما طبقت بعد عشان انت تطبيق تشوف هذا من الاشياء السلبية اللي انت راح تواجه اذا انت طبقت تأثير الالوان تطبيق الالوان على الفيديو بشكل مباشر عشان كده راح تضطر تشوف الميديو قبل وبعد عن طريق انك تنازل نفس الميديو من قائمة الميديا فهذا الشي راح يتشكل لك عقبة كبيرة لو شوف قبل وبعد هذا قبل وهذا بعد لاحظ معين نتائج كيف صارت يعني حصلنا نتائج احترافية من خلال تطبيق بالوان احترافية في آآ تطبيق الجميل لاحظ معي كيف النتائج جميل جدا وإلى هنا اصدقائكم ختمنا حلقة هذا اليوم في شرح قائمة على تطبيق يهلا وسهلا حياكم الله من جديد ومتابعة لكورس كبكت الاحترافي واللي مع حضر معنا الكورس يقدر يراجع الحلقات موجودة في وصف الحلقة اليوم راح نتعلم كيف نضيف اللوت على تطبيق كبكت طبعا اللوت هو عبارة عن يداول خاصة في التلوين جاهزة نطبقها على فيديوهات مصورة بصيغ معينة مثل عندها صيغة في الكاميرات هي عبارة عن مصورة بطريقة بدون تلوين يعني عبارة عن الفيديوهات لا تقافيها اي تلوينة نقدر نستفيد من اللوتات على اي برنامج سواء البريمير او دافنشي او كابكات او اي برامج اخرى خاصة في المنتاج توفر خدمة آآ اللوت نقدر نستفيد من اللوتات في تلوين جاهز على اي فيديو عندنا مصور بصيغة او مصور باي صيغة اخرى نقدر نلون مستفيد من اللوتات ونحصل على فيديو ملون جاهز بدون ما نتعب وهذا شيء راح يوفرنا جهد وقت تخلق معي عشان ايش انتعرف على قائمة اللوتات كيف ندخل اللوتات على تطبيق كابكات طبعا ما شرحت في الحلقات السابقة كل القوام الموجودة في تطبيق كابكات واللي موجودة في وصف الفيديو تقدر ترجع لها طبعا نروح على قائمة بعد ما افتح تطبيق كابكات واضيف الفيديو الخاص فيه اللي يحتاج الوين واضيف لو لوت اروح على قائمة من قائمة راح تفتح عندي خانة على اليسار من الاسفل اسمها لوت اضغط علي ضغطة واحدة راح تضغل عندي اللوتات كلها اللي انا حافظة عندي في سطب كأب قطول اللي مدخلها انا بشكل مسبق. انا الان احتاج اضيف لوتات ما عندي ولا لوت هنا اضيف لوتات جديدة. ومن قائمة اروح على قانده اللوتس اللوتات اللي انا حافظها عندي مثل عندي هذا اللي هو كاب اربعة وكاب ساسة واربعين. اضغط ضغطة واحدة راح يدخل عندي هنا مباشرة اذا عندي مجموعة لوتات تلقى تحددها كله وتحفظها وتدخلها بشكل مباشر بهذا الطريقة الآن اللوت صار عندي جاه أقدر أطبق بشكل مباشر على الفيديو المصور بصيغة الاسلوغ 3 أو صيغة الـ تمام؟ أي صيغة عندي أقدر أطبقه بس أكثر يضبط معك على الفيديوهات المصورة بصيغة الاسلوغ 3 بكاميرات الميروليوس كاميرات الـ DSLR في خاصة اسمها خاصة الاسلوغ 3 يعرفها المصورين المحترفين تقدر أنت تلون بشكل مباشر أنا مباشرة أسحب هذا اللوت مثلا هذا اللوت عاجبني بشوف لاحظ معي تغيير اللون من هذا اللون مجرد أنك تروح على اللوت راح أعطيك معينة مباشرة أشوف كيف اللون صار معي أشيل لهذا اللوت ونزله بشكل مباشر على شكل على البيديو بشكل مباشر راح نلاحظ كيف التغيير قبل وبعد اللوت أضغط هنا شوف لاحظ معي التغيير قبل وبعد اللوت تعطي يعني فيديو ملون جاهز بهذا الطريقة لو قدمي الفيديو واشغل الفيديو بهذا الطريقة لاحظ معي كيف الفيديو صار معي يعني اعطايا تلوين صراحة جميل جدا وهذا الشيء راح يوفر عليك وقت وجهد لو تلاحظوا معي يعني كيف التلوين صار قابله بعد لاحظ انا اطفل لوت لاحظ معك اشغل اللوت بهذا الطريقة يعني يعطيك اه تلوين رائع وجاهز اشغل الفيديو الان اشغل معينة كاملة على الشاشة شوفونه قبل بعد لاحظ معي اعطاني يعني تلوين جميل جدا وقدر اجيب لوت مثلا في عندي لوتات كثيرة عينة اطفي هاد مثلا اروح على هاد هذا تصوير سينمائي باهت هذا مثلا زي الافلام شوف لاحظ زي الافلام هذا بالضبط زي الافلام على السينمائية لاحظ معي يعني كيف تغير الفيديو صار مظلم سينمائي نوعا ما شوف صار باهت زي الافلام السينمائية اللي تشوفونه طفي هذا وهذا الوقت اللي بعد adulthood مثلا لوتات معاینة اللون اللي اصحبك واللوت الي يزرق مثل هذا هنا اعطاني تشبع له الالوان بشكل كبير جدا يعني اللولة الاخثر والفاتح والازرق شوف كيف تغير معي من هذا اللون الى هذا اللون هذا اللوت جهز ياه؟ اذا اسأل هذا اللون تقدر تختار هذا اللون ازل تحت هنا على اصحب باهت زي الافلام فيديو اصحب معي كيف تجعني فيديو ممتازي لون جاهز يعني بدert ما اصفر لون انا مباشر اللوت يلونك الفيديو هنا لون ازرب. اعطاك تشبع في المناطق المنخفضة فيها اضاءة. اعطاني وضوح. اعطاني اضاءة اكثر. اكثر. اضاحظ معي. اعطاني لون اخضر للمناطق الخضراء. وعطاني وضوح للمباني. يعني اعطاني تلوين رائع جدا جدا. فهذا الشيء اللي نستفيده باللوت. مثلا انا عندي فيديو مصور بالاسلوغ 3. انا صورت بالكاميرا اللي عندي فيديو على الاسلوغ 3. طبعا انا عندي الان اه لوت خاص بالاسلوغ كل كاميرا لها عدادات خاصة من الموقع الخاص فيها. انا نزل تلوك ثري من يستخدهم من وداية سوني انا. فنزلت وداية سلوغ 3 من موقع سوني. اعطاني لوت خاص في بشكل مسبق. زبطا انا من شركة نفسها شركة السوني. طيب انا عندي الان هذا الفيديو يصور بصيغة تلوك الآان انا اروح ايجيب اللوت الخاص بأي انا لزلته من موقع sوني هو انا صورت بكاميرا سوني تمام. فانت اذا مصور بنيكون او كانون. فانت ترصد نزل الاعداد من وين? من الموقع الخاص بكالون او enfer عني أون يكون وتلاقي صيغة زوج 3 لكل كاميرا الليها اعدادات خاصة في كل موقع ومن كل شركة. اروح اضغط على ايم بورت. طبعا اني عندي هذا مجلد. اذى يعمل في اه ازلوك ثري الكاميرا الصوني. وخاصquarters اسلوك تو في الكاميرا الصوني. اه الان انا نتلقل على صيغة في كاميرا الصوني. اروح اختار طبعا يناطيني اربع اعدادات. كل اعداد اه ضبط معين للفيديو. مثلا اختار الاول. هذا منضاف عندي هنا. مباشرة اضيف فوق الفيديو. لاحظ معي كيف التغيير صار. يعني معي تغير معي الفيديو بشكل مباشر وتلون طريقة للطبيعية. لو طفي وشغل قبل وبعد شوف. الان هو مصور بطريقة الافلات على الاسلوغ ثري. لو اشغل. لاحظ انه صار معي ملون بالطريقة الصحيحة. ادخل الصيغة الثانية من الاسلوغ ثري هذا الثاني. اجيبه فوق الاول. بهذا الطريقة لاحظ معي. اعطاني فيديو قريب للفيديو الاول لكن اا اكثر برودة. يعني اكثر سطوع في اللون الازرق. اروح اجيبه الثالث واجه ارجب. هذا الثالث. هذا ثلاثة. طيب هنا رقم ثلاثة. هنا رقم ثلين. هنا رقم واحد. طبعا نطف في الاول عشان ايش ما تختلط اللوتات مع بعضها. خلنا شوف هذا. لاحظ ان اعطاني اكثر بهتان. واكثر فيد في القريب للالفلام السينمائية. شوف. يعني اكثر بهتان شوي. ما فيه يعني تبايا في الالوان. لو اختار الرابع الاخير. اخر واحد من الاسلوك ثري. واجيبه. هذا الرابع. وحطه فوق. طف الثالث. هنا اعطاني اكثر سطوع لاحظ. اعطاني اكثر سطوع في اللون الابيض. تقريبا اكثر واحد مناسب هو الاول. هذا هو. هذا الاول اكثر شي مناسب. طبعا انا اشرح بس آلية تطبيق الاسلوك ثري على تطبيق كبكات. عشان يستفيد الكل من تطبيق كبكات. كيف يستفيد من صيغة اللوت. وكيف يستفيد من تطبيق اللوت على تطبيق كبكات. وهذا شرحنا اليوم البسيط لهذا الدرس. اتمنى ان نكون وسطة الفكرة لجميع. حياكم الله يا اهلا وسهلا بكم الجديد. طبعا عندي هذا الفيديو. ما تجده بشكل كامل على كبكات وفيه والمنتاج بالطريقة الصحيحة. اضفت المؤثرات الصوتية وفصلت الخلفية والباكراوند على برنامج افتر الفيكت وعلى كبكات وعلى البريمير. طبعا استخدمت البريمير في فصل الخلفية عشان ايش ما كامعي دقيق مرة كبكات في فصل الخلفية. اه طبعا هذا الفيديو مكتمل تماما. تماما لاحظنا مؤثرة الصوتية. كل شي جاهز الآن عبارة عنه احتاج اصدر الفيديو بالطريقة الصحيحة. طبعا تصدر الفيديو بعد ما تخص المونتاج وتضبط امورك ويكون الفيديو جاهز. تروح على اكسبورت. من اكسبورت تختار. اه تظهر عندك القائمة. طبعا في عندنا شغلة مهمة نسيناها. اللي هي الغلاف او الكفر. عندك طريقة ايضا. الطريقة الاولى من هذا الخيار. اد كفر. او ترجع اه على الفيديو الاساسي. تروح على الفيديو الموجود في التايم لاي. تروح على القلم. اشارة القلم. عشان ضبط الكفر بهذا الطريقة. بعد رح تفتهم قائمة كاملة خاصة في تصميم الكفر. يعطيك تصميم جاهزة زي كامفا. ويعطيك اشياء خاصة في ازالة الباكراون. وفي اضافة الفيكتات وفي في للكفر. وهذا شيء مميز جدا على تطبيق كبكت. يعني راح يريحك جدا في اضافة الكفر او اضافة الغلاف الخاص في الفيديو. حتى مطيك القوائم والاشياء الاساسية التي تضيف فيها العناصر الاساسية في هذا المربع. وهنا تقدر تضيف النصوص في هذا المكان. او تقدر تضيف النصوص في هذا المكان. وهنا الاشياء اللي انت ما تضيف بها اي شيء فقط خلفية طبعا ان القائمة اليمين واليسار اليمين هي موجود فيها الفلاتر والأفكتات الخاصة في اللي تطبق بشكل مباشر على الغلاف فهذا الشكل ما تختار هذا الافكت شوف لاحظ معي تغير اللون وهذا الشكل طبعا راح يتغير اللون فقط على غلاف الفيديو ما راح يتغير على الفيديو كامل وهنا افكت تقدر تضيف افكت بهذا الشكل مثلا الدائري هذا حسب اللي انت تشوفه مناسب لاحظ معي كيف اضاف لي دائرة طبعا يعني كل ما راح الان اضيف فقط اشرح لكم كيف تختارون اه الفلاتر والأفكتات الخاصة في اه الغلاف او اه كفر الفيديو هنا يعني هنا تغير في اله الوان الفيديو مثلا انت تختار هنا بارد اكثر او صداف اكثر يعني تسوي زي على الصورة فقط على الغلاف نفس وتعدل فيها يعني هنا معطيك مساحة كاملة فقط لتعديل الغلاف يتعدل في الوان الغلاف وفي الحدة بشكل كامل كانت تعدل الصورة على الفوتوشوب يعني زي يعدادات الفوتوشوب تمام يعني فقط هذا تطبق التأثيرات والالوان تطبق فقط على الصورة الغلاف اللي انت تختارها اساسا في الفيديو طبعا بعد ما اخترنا الصورة تقدر تختار طبعا من الصورة من الفيديو نفسه وكيف اختار اروح على القائمة اليسار ان ديزاين تصميمها هي تصاميم جاهزة وعندها تنبلت هاي تنبلتات جاهزة للغلاف الخاص فيك يعني تقدر اجيب تنبلت اول شي طبعا عندنا تنبلت يوفر لك غلاف جاهز تقدر تصمم عليه وتعدل عليه مثلا عندي هذا الغلاف جاهز اقدر اصمم عليه واضيف عليه مثلا مشاهل وين نفس الموضوع مشاهل وين نفس الموضوع لازم تلسق من موقع يعكس الكتابة والتعدل وتضبط كل حاجة خاصة فيك مثلا مثلا تنبلتات جاهز اضيف مشاهل بهذا الشكل بهذا الشكل راح يوفر لي التمبلت بهذا الشكل بعد ما اخترنا الصورة تقدر تختار طبعا من الصورة من الفيديو نفسه وكيف اختار اروح على القائمة اليسار عندنا ديزاين تصميمها هي تصاميم جاهزة وعندها تنبلت هاي تنبلتات جاهزة او اختار من الفيديو نفسه هنا يقولك select from video يعني تختار من الفيديو الصورة معينة شوف نفسها الصورة احط له save بعدين راح تنزل عندي الصورة مباشرة هنا واضغط عليها بشكل مباشر راح تنزل عندي غلاف للفيديو اقفل قائمة الفلتر اسحب بهذا الشكل واضغط على alt و control من لوحة المفاتيح عشان يكون عندي بهذا الشكل الان عندي الغلاف جاهز مية بالمية تمام طبعا تقدر تضيف عليه مثل ما قلت لك افكتات وفلاتر وتعدل الفيديو من حيث الالوان والحدة والبياض والسطوع والستوريشن التشبع بهذا الشكل فراح يكون عندك الفيديو بهذا الشكل تقدر تتعدل فيه وتضبط فيه اشياء خاصة في الفيديو هذا الشكل لحل معين تقدر تخفف الإضاءة هذا الشكل تقدر تضبط عددات الصورة حسب ما انت تشوفها وحسب خبرتك في تعديل الصور على برامجة تعديل زي الفوتوشوب وزي لايتروب تقدر ترفع صورة مثلا اجيب صورة خاصة بيه زي الصورة هاي ارفعها من وين ارفعتها من الكمبيوتر يعني هذا مثال فقط اضرب لكم مثال من الكمبيوتر تروح على select من هنا من هذا الخيار ترفع صورة من الكمبيوتر مثلا عندك مصممها على فوتوشوب ترفعها وفي شكل مباشر على تطبيق cup cut بهذا الشكل فتضبط معك الصورة بالطريقة الصحيحة تمام بهذا الشكل تضغطها في الوسط تمام وتضغط السهم هذا وتضغط على control alt مباشر تضبط معك بهذا الشكل تمام هذا الطريقة الثانية لإضافة الصورة اضغط على design معين موجود على نفس cup cut يوفرك design معين اضغط على design هنا يعطيك الالوان اللي راح تختارها تريده بارد عارب هذا الشكل تريد هذا الشكل يعني يعطيك mood معين من الالوان الجاهزة اللي انت راح تختارها مثلا اختار البارد الازرق والحارب بهذا الشكل يعطيك هذا title اي العنوان بهذا الشكل تمام تقدر تضيف انت title باللغة العربية واللغة الانجليزية وتكبره وتضيفه هنا مثلا تجنك تجيب تروح الموقع الالكتروني وتاخذ الكتابة معكوسة الموقع الالكتروني تروح على هذا الموقع تكتب اشانا تمام نسخنا اخلكم رابط الموقع في الوصف لسق شوفوا الجماعين بمضموط طبعا تغير اللون مشان شوف همشي تلسقونه من موقع خارجي يعكس الكتابة وتضيفه هنا وتضيف هنا الالوان الفرعي الوصف الفيديو طبعا هذه البنسبة للتايتل اي الكلام مكتوب تمام وتختار هذا ينزل عندك هنا نفس اللون شوف مشاعل مشان تطبق هذا مباشر راح يتطبق عندك اللون تغير فانت راح تختار الالوان منسقة جاهزة عن طريق كبكات يعني اسقلك الالوان بالطلق الصحيحة حسب قواعد التلوين وهذه كل الاشياء تفيدك تمام حين لو تنزل تحت لو اخترت المربعات هذه الاشياء الخاصة بالمربعات والاسهم فممكن نضيف مربع وضيفه خلف التصميم وهذا الشكل تختار الطبقة سنتصال الآن وين خلف الاسم مباشر يعني تقدر تضيف اي تصميم مربع دائرة نجمة للفيديو استكار تقدر تاخذ استكارات او زي كده تضيف اشياء خاصة في الكفر تمام عندك قائمة كبيرة من الاستكارات واشياء مميز من وكاوكات شرحت في حلقة الاستكارات من وفلها قائمة كبيرة من الاستكارات الجاهزة التي تساعد منها في الامز هنا اشياء خاصة في الصور غلاف زي كده تمام هنا صور مقطعة مجزة اكثر من الصورة تقدر تضيفها تمام براند كيت هنا اشياء خاصة في البراند طبعا هنا راح تختار مجلدة راح نحفظ عليه الفيديو استلك الفولدر اي اختار مجلد الآن اخترت المجلد سميت اس سميت الفيديو طبعا فيديو ومو صوت اشارة فيديو هنا راح تختار المقاس او الجودة عندك جودة جودة اه اه 852 في اربعمية وثمانين ميجابيكسل في اه للجودة راح تكون اربعمية وثمانين اه بكسل تمام هنا الجودة ترح تكون الجودة سبعمية وعشرين بيكسل اللي هي الف ومائة وعشرين بيكسل في سبعمية وعشرين بيكسل طبعا هذه كلها جوداتها ضعيفة يعني تعتبر هذه الجودة كويس نوع ما لكن ابطل جودة لليوتيوب والسوشيل ميدي هي جودة الف وتسعمية وعشرين في الف وثمانين بكسل اللي هي هاد الجودة المشهورة واللي تتقبلها كل منصات السوشيل ميديا وعندنا جودة الفور كي. طبعا من المميزات الجميلة انه تقدر تستخدم الى في كوكات وبشكل مجاني تصدر الفيديو جودة فور كي وبشكل مجاني وهذا يعني ميزة جميلة جدا على كوكات ولازالت موجودة وهي من ابطل الميزات انك تصدر الفيديو بجودة عالية وبالجودة المطلوبة تمام. طبعا انا اختار كون راح اصدر على السوشيل ميديا انا اختار فلات شتريه ولهي الف وتسعمية وعودة الى الف وتسعمية وعشرين وتطول حتى يمنشروا فانا اختار الف وتسعمية وعشرين في الف وتassung مع المحتوى كون الفيديو راح يكون في صناعة المحتوى إذا كان الفيديو لعميل وحاب يشوفه بجودة عالية وكنت أنت حاب تعرضه على شاشة كبيرة فممكن تختار أنت 2K أو 4K إذا كان يعرضه على شاشة كبيرة فقط للعرض يعني ما هو للنشر على السوشيال ميديا فتختار 4K هذه الطريقة اللي أنا ماشي عليها شخصيا طيب بعدما تختار المقاس المقاس اللي ناسبك أو الجودة اللي تناسبك هنا تختار البتريت البتريت طبعا معروف هو الجودة وعدد البكستز في الفيديو اللور راح تكون منخفضة جدا الجودة طبعا راح يقل من حجم الفيديو إلى حجم قليل غالبا إذا كان الفيديو كبير جدا يعني مثلا كان الفيديو بدوته الساعة فممكن تختار ريك موندد يعني الشيء المناسب وإذا كان الفيديو أقل من ساعة مثلا تحتاج أنه تصد روبس بجودة عالية أكثر وبوقت أقل فممكن تختار هاي تمام يعني جودة عالية وإذا كان جودة عالية أكثر فممكن تختار كوستوم يعني الشيء اليدوي فنت تتحدد الريت كم في الإطار أو في الثانية مثلا كل ثانية كم راح يكون الريت هنا تحدد الريت فأنت تختار وتكتبه بشكل اليدوي تمام فأنا غالبا أختار غالبا فيديوهاتي يعني تكون أقل من الساعة فأختار هاي يعني يعطيني جودة عالية أعلى جودة ممكنة للفيديو عندك أنا كم مدة الفيديو 16 ثانية الصيز الحجم الخاص في الفيديو 16 ميجا بايت في الثانية لو روح الآن أغير الريت من الريت إلى ريكوندد هنشوف إيش يصير معنا شوف غال معنا حجم الفيديو لو أخليه خلنا شوف صاري 11 ميجا بيكس تمام هذا الشيء اللي أنت راح يفرق معك إذا كان الفيديو عندك حجمه كبير أو يعني مدة طويلة مثلا كان عندك فيديو ساعة واخترت هاي فممكن راح يكون معك حجم الفيديو 1 جيجا 2 جيجا فأنت ممكن تختار ريكوندد يعني تكون الجودة نفسها لكن بحجم أقل ميجا بيكس تمام فأنا اخترت هاي ليش لأنه الفيديو عندي مدة صغيرة وأنا أحتاج أنه يكون بجودة عالية عشان يُعرض على السوشال ميديا هنا ترميز ترميز الفيديو ترميز الفيديو عندك ترميز الفيديو عندك أتش 264 عندك أتش EVC وعندك EV1 طبعا أفضل شي أنك تختار 264 هذا اللي ماشينا عليه الممنتجين وماشينا عليه يكون صناع المحتوى هذه الصيغ يعني الحاجات معينة ممكن تنطلب منك وممكن ما تنطلب منك لكن غالبا رح تختار 264 هذه ترميز الفيديو صيغة الفيديو عندك صيغتين صيغة MOV هذه رح تعطيك جودة وتعطيك حجم كبير جدا وما رح تحتاجها يعني رح تعطيك حجم كبير جدا وممكن يشتغلها لبعض البرامج وبعض البرامج ما رح تشتغل عليها فانت رح تختار MB4 هي الجودة المعروفة وهي اللي تشتغل على جميع البرامج الخاصة لتشغيل الفيديو فتختار MB4 MB4 تمام هنا الفريم عدد الفريمات في الفيديو طبعا بعد ما نصدر الفيديو لازم نصدره بقل عدد الفريمات ممكنة عشان ايش عشان يكون سلس والحركة سلسة وبسيطة فأنا أختار 24 إطار في الثانية عشان الفيديو أنا بصورها 60 كي فريم في الثانية لكن أنا أصدره ب24 إطار في الثانية عشان ايش يطلع سلس وحركة ناعمة وبسيطة لكن إذا كان عندك تصديق الفيديو خام كان 60 كي فريم في الثانية وإنت حب الصدر على مثل ما هو يعني مثل الفريمات الموجود فيها زي الفريمات الموجود فيها كخام فأنت تختار 60 كي فريم في الثانية إذا كان إنه 30 كي في الثانية فتختار sometimes وأنا يفضل عندي إنك إذا صدرت الفيديو كان مصورا 60 كي في الثانية من إعدادات الكاميرا وخلص المونتاج يفضل إنك تختار 24 كي في الثانية عشان يعطي سلاسة أكثر في الفيديو تمام أنت الآن ضبطت كل الإعدادات الخاصة في هذا الفيديو هنا الخيار يعطيك هل تريد فصل أو حفظ الصوت بالفيديو بمجلد منفصل طبعا إذا حاب تحفظ الفيديو على شكل صيغة صوت يعني راح يكون صوت وراح يكون فيديو يعني يتصدر معك صوت وفيديو ليه الفيديو مثلا تحتاج معالجة الصوت أو زي كذا فأنت تختار ويف عشان تكون جودة الصوت عالية والحجم أقل والجودات هذه كلها حجمها أقل من الويب والمبي ثري أنا ما راح أحتاج حاليا معالجة الصوت ومنضبطه وما راح أحتاج أن يعالجه بشكل مفصل على البرامج الهندسة الصوتية فأنا أعطي لهذا الخيار طبعا هنا يسمح لك أنك تحفظ جزء من الفيديو على شكل صيغة الـ GIF معروفة صيغة الـ GIF عشان إيش تنشرها كملسقات على السوشيال ميديا أنا ما راح أحتاجها تمام وهذه هنا الـ Caption الخيار الـ Caption حين صار برو فإذا أنت حاب نضيف Caption ترجم لي الصوت بشكل تلقائي بذكاء الاصطناعي وهو راح يضيف لكها بشكل تلقائي طبعا هذه في البرو ما راح نستفيد منها كانت أول بشكل جيد لكن في التحديثات الأخيرة صارت مدفوعة تمام هنا هنا حقوق الطبع والنشر طبعا ما راح تستفيد منها الآن نحط export الآن على export مباشر راح يبدأ يحفظ معنا الفيديو راح نشوفه بعد ما حفظنا طبعا هو سريع بالحفظ يعني جدا جدا كبقط من الأشياء المميزة فيه أنه سريع تصدير الفيديو وبجودة عالية هذا الشيء مميز جدا وأسرع من البرميير وأسرع من دافنشي ريزور لأنه هذا الآن يعطيك حفظ الفيديو بشكل طولي بخوارزمية الدكاء الاصطناعي هذا الميزة طبعا موجودة فقط في كبقط أنه يصدر لك الفيديو بشكل طولي ويبدأ يحرك الكاميرا باتجاه الشخص الذي يتحرك خلنا نشوف الآن ننتظر ونشوف النتيجة اللي راح يسوي لها هو الآن يعطيني الانجينيريز يعني 16% طبعا هذه النسخة اللي بالطول هذه كانت مجانية الآن صارت بالبرو يعني مجرد انك تضغط على انك تحفظ هذا ال Bruyne بشكل طولي هذه الخانة تضغط على هذه الخانة وهذا الزر يعني انت الآن تضغط على هذا الزر انت الآن تحفظ ايش الفيديو الخاص بالعرض الآن لو تضغط على هذا لو حاببتك تحفظ النسخة الثانية لازم تدخل على ال Bruyne سوف اشغل الفيديو الآن اللي حفظنا ونشوف يoeış الأشياء اللي فعلا اا اشتغلنا عليها بهذا الفيديو وراح اشغلكم الفيديو الآن شوفوه مع بعض شوفوه مع بعض بعد شرائك لهذا الكورس وتطبيقه خلال أربع مراحل لفتح الحوض ستتمكن من فتح حوضك بكل سهولة وسلاسة والكورس مناسب للجميع للأعمار الصغيرة والكبيرة وطبعا أهم الشغلة في الكورس إنه ما فيه إصابات رابط شراء أسفل الفيديو تابعوه وهذا فيديو مثل ما شبناه مع بعض وهذا كل حاجة مثل ما شبناه مع بعض الآن عرفنا كيف نصدر البيض بشكل صحيح على تطبيق كابكات وإلى هنا يا صديق العسن انتهينا من كورس كابكات الاحترافي أتمنى أني أكون قدرت أبسط لك جميع الأمور الموجودة في تطبيق أو في برنامج كابكات الاحترافي وراح أتابع هذا الكورس في أي تحديث وأي أبدات جديد معا لك بس تشارك في القناة عشان ما تفوتك أي تحديثات جديدة خاصة بهذا الكورس أي شي تحتاجونه أي استشار تحتاجونه اتركوا لي في التعليقات ولا تنسى تدعمنا في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان ما تفوتك الحقيقات القادمة وتشارك هذا الكورس مع صديقائك المهتمين في المونتاج والتصميم والتصوير عشان يستفيدوا وتعم الفائدة وأختم بهذا القول سبحانك الله وبحمدك أشهد والله إلا أن تشتغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورس كبكت وسادسا وسادسا لأنه مدعو بأدوات ذكاء وسادسا لأنه مدعو بأدوات ذكاء صناعة تتطور في كل أبداية وتحديث جديد وأكثر ما ستريد أكثر من هذا يا صديق العسل ما ستريد أكثر من هذا يا صديق العسل ما ستريد أكثر من هذا يا صديق العسل أج proactive اشتركوا في القناة وتمعي خامس درس من كورس تطبيق وتمعي خامس درس من كورس اشتركوا في القناة وتمعي خامس درس من كورس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتمعي سادس حلقة من تطبيق وتمعي سادس حلقة من كورس كاب قط الاحترافي ويلا بنابدأ صراحة ابداعية اشتركوا في القناة وتمعي سادس حلقة من تطبيق وتمعي سادس حلقة من كورس كاب قط الاحترافي ويلا بنابدأ ويلا بنابدأ ويلا بنابدأ ويلا بنابدأ ويلا بنابدأ ويلا بنابدأ ويلابدأ ويلا بنابدأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذا القرس موسيقى اشتركوا في القناة 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 لانه فيها قروبات تفاعلية خاصة في المونتاج والتصميم والذكاء الصناعي واشوفك ان شاء الله في حلقة قادمة وفي الختام واختم بهذا القول سبحانك الله بحمدك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته